اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الالي في كل مكان وحلقة جديدة من الالي خط احمر اهلا بك فارس اهلا بك يوسامة واهلا بكل متابعيننا ومبروك لمصر فوس كبير جدا مبروك لمصر مباراة مهمة في مشوارنا في كاس العرب اللي نأمل ان شاء الله نتوق بالبطول تاكيدة فارس كلنا كنا قابل البطولة كنا ممكن نكون شايفين ان البطولة ما كانتش هتطلع بالمستوى اللي احنا شوفناها دا لكن للحقيقة المباريات قوية جدا في حماس موجود في كل المباريات بنقدم صورة بالفعل حضرية جدا لقرأة القدم العربية للدرجة اللي احنا بقينا نتمنى فعلا ان البطولة دي تنظم بشكل مستمر اولا يعني تواجد عربي مهم جدا وده بيقرب المسافات جدا بين الشعوب العربية الشقيقة كمان على مستوى الاداء بنشوف مستويات مهمة جدا النهاردة منتخب مصر بيصالح جماهير القرى المصرية وبيفوز بخماسية نظيفة بالتأكيد بعد طرد هدفه الاثنين اللعيب يا فارس كان جماهير مصر وماني نفسها انها تفوز بعض اكبر من الخماسية اكيد يعني المباراة مهمة والبطولة دي انا بطفق جدا مع اسامة في فكرة ان هي بطولة مختلفة كتير جدا من الفرق بتلعب بدون محترفية يمكن اغلب الفرق الا بعض المحترفين ولكن مع ذلك بنشوف مستوى تنافسي عالي جدا ساعت في كده الملاعب طبعا ملاعب جيدة جدا قطر بتقوم بالتنظيم بشكل جيد ساعت في كده ايضا مستوى حاجات كتير جدا في البطولة حنستعرضها ونستعرض تأثيرها في ان جودة المنتج ازاي تخرج للمشاهد وازاي انت كمتلقي تحس في فارق ما بين بطولة وبطولة بسبب التفاصيل الصغيرة دي اسامة كان قال لكم ان منتخبنا كان يأمل بالفوز بعدد اكبر من الاهداف ممكن في حالة لغط فيما يخص ترتيب الفرق في حال مواجهتنا مع الجزائر احنا حاليا في المركز الاول بالتساوي مع الجزائر ست نقط ست نقط لنا ستة وعلينا صفر اهداف احنا والمغرب والجزائر الفرق اللي ما استقبلتش اهداف وايضا الجزائر في نفس الوضعية طبعا الناس كانت بتتكلم فيما يخص البطاقات في حالة التساوي زي ما احنا في الوضع اللي فيه حاليا بتلجأ للبطاقات طبعا الجزائر عندها طرد غير مباشر نتيجة انظارين ده بيبقى مينس ري يعني سالب ثلاثة مصر عندها ثلاث انظارات فايضا هي في وضع ناقص ثلاثة اذا احنا هنا بنتكلم عن تساوي في كل الوضعيات لو روحنا لمباراة الجزائر وانتهت المباراة بالتعادل وايضا تعادل في البطاقات هنا هنحتكم لقرعة بمعرفة الافيفة يعني بالتأكيد الموضوع شغل رأي طبعا جماهير كرة القدم المصرية وبالتأكيد الامر بقى اصبح واضح جدا كل الامنيات للمنتخب مصر فيه مباراة المهمة والمرتقبة امام الجزائر من اجل تلاشي منتخب قوي في الدور القادم وهو منتخب المغرب الشقيق مقدم مباراتين في بداية البطولة بشكل لافت للنظر بيسجل ربعيات بيحافظ على نظافة شباكه مقدم مستوى كاس بيمتلك ذخيرة من اللاعبين المتقلقين سواء حتى في الدور المصر يمكن عندنا بدر بنون لعب النادي العالي وكابتن منتخب المغرب وكمان اشرف بن شرقي لعب نادي الزمالك يمكن بدر بنون ساهم او احرز هدفين اشرف بن شرقي ساهم في هدف اللي هو صنع السست وبالتالي منتخب قوي جدا وبالتالي مباراة منتخب مصر امام منتخب الجزائر هي مباراة لصدارة المجموع وتلاشي كمان مواجهة منتخب المغرب وزي مفرس وضح لكم الامر بسيط متسويين في كل شيء تسجيل اهداف واحد استقبال اهداف زيرو عدد النقاط ثابت فبالتالي هنروح لقاعدة اللعب النظيف حتى في قاعدة اللعب النظيف يمكن النهاردة الجزائر خد طرد ولكن طرد عن طريق انذارين يعني ما خدش طرد مباشر لان القاعدة بتقول لو انت انذار مينس نقطة لكن لو طرد عن طريق انذارين بتبقى مينس ثلاث نقط لو طرد مباشر بيبقى مينس أربع نقط منتخب مصر ومنتخب الجزائر الاثنين مينس ثلاث نقط فكمان هيتم حسم الموضوع ده في حالة التعادل الانذارات والكروت اللي ممكن تكون في مباراة منتخب مصر والجزائر كل التوفيل للمتخب المصري اللي قدم لنا النهاردة وجبة دسمة وقدم لنا النهاردة بعض النجوم الحقيقة لازم نسني على كيروش اختياراته حسين فيصل حسين فيصل كان لعب تم الاستغناء عنه من قبل نادي الزمالك انتقل في ريه لنادي اسموحا تقلق كيروش جاء دفع بين النهاردة قدم مباراة مهمة جدا خد احسن لعب في المباراة وهو يستحق يعني صنع الهدف التالت لمحمود حمد الوينش بمهارة على خط المرمى بيرقص اتنين من مدافع السودان اعتقد يعني قدم يعني شكل يليق بلاعب في اول مباراة ليه مع منتخب مصر كمان يعني عمر كمال عبدالواحد كان سبب في ركلة جزاء التالتة اللي بسيطة جدا يا جماعة عايزين نتكلم مع ركلة الجزاء والامر بيحسب بشكل بسيط جدا شدة من ايد عمر كمال عبدالواحد خلاص حكم الساحة صفر ركل الجزاء الموضوع منتقى ومحسوم تذكرنا بركل الجزاء احمد رمضان بكهم امام ودي دجلة الموسم الماضي اللي الحكم احمد الغندور تغاضى عن احتسابها النقطة التانية كمان طرد اتنين لعيبة من منتخب السودان والنتيجة يا فارس تلاتة صفر وفي حالة ازدياد وبدون ضغط اللي احنا بنتكلم عليه يلا لايبة بتضغط منتخب مصر لا بدغطش الاستدام مع ايمن اشرف او تدخل عنيف على ايمن اشرف عمر السلاية واقف ككابتن للمنتخب المصري بيتكلم بهدوه مع الحكم حكم الفيديو كان بيشوف شغله حكم الساحة بيشوف شغله استدعى حكم الفيديو حكم الساحة شاف اللعبة رجع ادى كارت احمر للاعب منتخب السودان انت عندك خلال 8 دقايق بيحصل الطرد التاني في مدة سيارة جدا وده اللي بنتكلم فيه وده رسالة لكتير من حكمنا ان يا جماعة في كرة القدم مفيش حاجة اسمها احتواء اه احنا لازم نوضح ده لان دي دروس احنا بنمر بدروس في كرة القدم واتشوفه ده في الحلقة معنا ولكن مفيش حاجة اسمها احتواء في كرة القدم الحكم النتيجة السودان متأخرة بتلاتة في وقت الطرد التاني ولا يتردد ان هو يشهر البطاقة الحمراء التانية لان في النهاية في قانون الحكم النوزلندي كان قراراته واضحة كان شخصيته في المباراة كان لا يؤثر في نتيجة المباراة بتدخلاته او تقييمه هو فقط كان يطبق القانون ولكن حابب اقول حاجة مهمة جدا احنا احيانا حبنا المنتخبنا وده والله بيكون الدفع بيكون في جلد للذات بيكون في جلد للذات ازاي بيكون احنا شوفنا الجزائر بتقدم امام السودان لعب المباراة بنشوف نتيجة مهمة جدا للجزائر امام السودان بتحقق فوز بنتيجة كبيرة شوفنا احنا قدام لبنان بنفوز في المباراة كان فيها تكتل دفاعي بنفوز بهدف لا رحنا وحسينا وكان اغلب الكلام ان الجزائر بتقدم اداء هجومي قوي وان احنا عايزين نشوف ده النهاردة شوفنا الجزائر قدام لبنان وهي ايضا بتعاني شوفنا كمان منتخب مصر وهو بيفوز على منتخب السودان بنتيجة كبيرة هنا بدأ البعض يقول اصل دي مباراة ما ينفعش نقيس عليها على فكرة كامل اللي احترام لمنتخب السودان ولكن انت بتتكلم فنان اه فيه فرؤات بس مهو الجزائر برضو كان نفس المعيار يبايزا هنا احنا محتاجين نشوف لا نشوف في شيء ايجابي كيروش مدرب تتطفق تختلف معاه هو مدرب عنده شخصية عنده اختياراته عنده رهاناته وانا بحب المدرب اللي كده اه ممكن نتجادل ونشوف ده كانشو افضل ولكن فكرة انك عندك شخصيتك وعندك خياراتك ده شيء رائع شوفنا مرموش قبل كده وشوفنا النهاردة رفعت بيسجل هدف من تحفة فنية بحسده عليها واعتقد هدف يفرق معاه جتير جدا يا اسام بالتأكيد يا فارس احنا لسه كنا نتكلم عن حسين فصل ايضا احمد رفعت قدم نفسه بشكل يعني راقي جدا وهدف انا اعتقد احمد رفعت نفسه لان ينساه تزديده من خارج التمنتاشر من كرة سابتة بترتطم بالعرضة ترجع لمدافع السودان يرجعها تطلع على حدود التمنتاشر كان بيسدد احمد رفعت بيمينه بيخدها على الطير فلسطاين بشماله هدف رائع جدا يمكن معلق المباراة قاعد يشيد بالهدف ده ان هو ما شافوهش قبل كده في القرى المصرية لا انت واضح ان انت مرجعتش بالذاكرة لو سنة او سنتين بس الهدف دي موجودة في القرى المصرية وكتير جدا وبنفس الشكل وبنفس الطريقة تقريبا من ايام الكابتن محمود الخطيب في افراقيا حتى نهاية بمحمد مجدي افشا ايضا في افراقيا لكن كان بما اننا بنتكلم عن محمد مجدي افشا محمد مجدي افشا النهاردة كان قاعد بديل لقرحته ولكن عندنا ارقام مهمة لمحمد مجدي افشا في اخر 10 مباريات لعيبهم مع المنتخب ممكن نستعرضهم ان محمد مجدي افشا في 10 مباريات بيسجل 4 اهداف وبيساهم في 4 اهداف بيصنع 4 اهداف يعني مساهم في 8 اهداف في 10 مباريات اعتقد بداية مهمة جدا لمحمد مجدي افشا في مشواره الدولي وخلاص بقى واضح جدا من خلال المباريات اللي احنا شفناها والجميع شايف أن مش محمد مجد أفشا بس يكون بديل لا شايفين أن محمد مجد أفشا يتواجد ضمن الفريق الأساسي لمنتخب مصر لأن بالفعل بصمات واضحة والمباراة السابقة أمام منتخب لبنان كان تقريبا هو صانع الحدث دايما وكان هو دايما المحور لعب منتخب مصر وأجاد بشكل كبير جدا مع عمر السلية اللي كان وقتها نجم المباراة عمر السلية لازم نقف عنده آه طبعا كل التحية في حاجات جميلة النهاردة يمكن ظهار احتفال اللاعبين مع بعض بالأهداف الروح اللي موجودة في المنتخب واضح أن الروح جيدة جدا عمر السلية جماعة مع كيروش تقريبا هو اللاعب الوحيد اللي شارك في كل المباراة بشكل أساسي عمر السلية لما قولنا قبل كده هو ملوش بديل ده وصف نوعي بمعنى أنه هو لاعب في مصر في مركزه وما فيش خيارات كتير بتقول أن فيه لعبين بنفس الجودة عمر السلية شخصية قيادة بيقدم كل يوم يمكن يعني في النقطة دي مما سرته بيقول للناس لا أنه هو فارق وفارق كتير جدا يا وسلم بالتأكيد يا فارس يعني نتمنى التوفيق لكل لعبي المنتخب المصري ومواجهة منتخب الجزائر ويكون فيه استعداد قوي إن شاء الله حتى في حالة لعب أم أفريقيا نتكلم عن الموضوضة أو في حالة تأجيلها يكون استعداد ويكون كيروش بيشوف بنفسه على أرض الواقع وبيجرب بنفسه كل اللعبين وبيقدم حالة لمنتخب مصر ولكن بما أننا بنتكلم عن منتخب الجزائر ومواجهة منتخب الجزائر لازم إن شاء الله تشاركنا على هاشتاج الأهلي خط أحمر وسؤال حلقة النهاردة توقعاتك لنتيجة مباراة منتخب مصر والجزائر سيب النتيجة أو التوقعات اللي انت شايفها وإن شاء الله خلال الحلقة هنعرض توقعات حضراتكم من خلال برنامج الأهلي خط أحمر إن شاء الله نتمنى الفوز لمنتخبنا ونتمنى نقدم أداء جيد وإن شاء الله بإذن الله نحقق فوز مرجو بإذن الله طبعا يا فارس يعني هيكون عندنا إن شاء الله حديث عن أخبار النادي الأهلي طبعا انتظرونا أو أتروه في أي مكان إن شاء الله بعد الفاصل وحديث عن كل ما يتعلق بالنادي الأهلي بعد الفاصل مرجعنا لكم وفقرتنا التانية من الأهلي خط أحمر نتمنى تكونوا بتشاركوا معنا في الهاشتاج اللي خط أحمر بيتكلم فيه النهاردة توقعك لمباراة منتخب مصر والجزائر نتيجة المباراة اللي نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني فيها زي ما قلنا في البداية عشان نتجنب منتخب المغرب أكيد حتى لو وجهنا منتخب المغرب من منتخب المصري لكل الحظوظ ولكن من الأفضل إن أنت تأجل المباراة دي لأفضل وقت ممكن بطولتنا المحبب البطولة اللي كل أهلاوي لذكريات معها كأس العالم للأندية مين فينا مش فاكر ذكرياتها في اليابان خلينا أقول لكم إن للأمانة بعكس ناس كتير جدا أنا بكون سعيد لما البطولة بتقام خارج اليابان ده كان بيأثر كتير جدا علينا سواء سعى بيولوجية أو أسباب كتير جدا وأنا سعيد إن كمان جمهور النادي الأهلي في الإمارات شفنا قبل كده قد إيه هو جمهور كاسح وجمهور كبير البطولة حتقام في الفترة من 3 إلى 12 فبراير القرعة اتعاملت إن دي الأهلي حيواجه فريق منتيري المكسيكي والجزيرة أمام أوكلاند سيتي والهلال حيقابل الفائز من المباراة الأولى وبالمراث حيقابل الفائز من مباراة الأهلي ومنتيري وتشيلسي الفائز من مباراة الهلال مع الفائز من المباراة الافتتاحية ما بين الجزيرة وأوكلاند سيتي طبعا كل ده مهم أنباء كتير جدا وكواليس كتيرة جدا عن التعارض ما بين كاس الأمم وبطولة كاس العام الأندية حنيجي لده في وقته ولكن كان مهم نحطكه معانا في الصورة كالعادة النادي الأهلي رايح بأهداف مختلفة أهداف أكبر طموح أكبر يليق بين النادي الأهلي في انتظار إن احنا نشوفه في النهائي لأول مرة إن شاء الله إن شاء الله كل طموحات جماهير النادي الأهلي وده يمكن عبر عنه حتى بيت سمسيماني إن هو بيطمح في التواجد فيه المباراة النهائية وإن كان المشوار صعب خاصة لو استعرضنا مباريات النادي الأهلي أو مواجهات النادي الأهلي أمام أبطال كونكا كاف اللي طبعا النتائج ما كانتش موفقة بشكل كبير لأن النادي الأهلي واجه أبطال كونكا كاف أربع مواجهات فاز في مباراة واحدة فقط لغير هي كلوب أمريكا اللي حققنا فيها المدالية البرونزية ولكن تعرضنا لثلاث هزائم منهم هزمتين من فريق منتيري المكسيكي وهزيمة كانت في منطقة الغرابة بعد التقدم 2-0 على باتشوكا المكسيكي وكمان يمكن كابتن محمد بركات كان سجل هدف في بداية الشروط الثاني ولكن تم احتساب وتسلل وما كانش فيه تقنية الفار وصلنا لإكسراطايا مفاز فريق باتشوكا 4-2 لكن هزمتين أمام فريق منتيري يعني الرسالة واضحة يا شباب لنا أمانتين عند فريق منتيري لازم يرجعوا إن شاء الله وبعد كده وإحنا بنواجه بالمراس لما نتخطى إن شاء الله المرحلة الأولى نبقى نتكلم عن فكرة الأمانة اللي عندنا إحنا لبلمراس والله يا أسامة أنا عايز أقول إن مباراة منتيري للأمانة أنت مش محتاج تضخم المنافس ولا محتاج في نفس الوقت تقلل منه ليه؟ أنا بشوف إن النادي الأهلي في مواجهات فرق أمريكا الجنوبية تحديدا بيكون لا في ندية وفي تنافسية أكبر عندنا إنه هاو بتاع المواجهات دي بشكل كبير جدا يعني بنقدر شوفنا مع انترنسونالي في 2006 خسرنا اثنين واحد في المباراة عملناها كبيرة جدا قدام كورينسيانز خسرنا واحد سفر بصعوبة وبالمراس إدرنا تفوق عليه في رقلات الترجيح على عكس فرق كونكا كاف بيكون كعباء عالي علينا ويمكن هي بتجيد قدامنا فنيا وبدنيا كمان ومباراة أربعة اتنين تشهد على ده في مواجهة باتشوكا فأعتقد إن إحنا محتاجين ندي المباراة حجمها وندخل المباراة برؤية وأداف مختلفة وما نعتقدش إن هي مباراة سهلة وما نبصش لمباراة بالمراس قبل ما نقدر نتجاوز منتيري اللي هي عقبة صعبة جدا فريق قيمته التسوقية بتصل لـ 89 مليون أورو وفق الترانسفر ماركت على الجانب الآخر 29 مليون للنادي الأهلي أكيد قيمة تسوقية كبيرة المنتيري وكمان فريق عنيد جدا فنين بالتأكيد طب تعالوا بقى مين فريق منتيري اللي ممكن يؤالها وخلاص هيواجه النادي الأهلي في الدور الأول في بطولة كأس العالم أندية فريق منتيري حاليا في الدور المكسيكي بيحتل المركز التاسع بعد انتهاء الدور الأول والدور المكسيكي له طبيعة مختلفة عن الدور المصري بتلعب 17 مباراة دور أول ثم بتاخد راحة وبعدين تلعب 17 مباراة دور تاني وبعد كده بيتجمع أفضل أربعة الأوائل وبيلعبوا بلاي أوف زي كاس مصر كده أو زي بطولة الكاس اتنين فرق تاني لعبوا بعض بالقرع قابل نهائي واللي بيكسبوا بيقابلوا بعض في النهائي ففريق منتيري حاليا في المركز التاسع لعب 17 مباراة فاس خمسة اتهزم خمسة تعادل في سبع مباراة 22 نقطة سجل 19 هدف بس استقبل 16 هدف يعني فارق 3 أهداف فقط لغير وطبعا أجيري أجيري اللي كان ماسك منتخب مصر في أمم 2019 وبيرسي تاو كان سبب من أسباب إقالة أجيري أنا تمنى بيرسي تاو يتقلق أمام أجيري مرة أخرى ولو الناس بتفكر أن موارد جدا يكون فريق منتيري مهتم بالبطولة يكون ككاف فبالتالي أهمل الدوري لأ دي نتائجه حتى الموسم الماضي في الدور الأول كانت تقريبا فارق 6 نقاط يعني مجرد مبارتين فوز لكن من بداية الموسم لعب فريق منتيري 24 مباراة تعالوا نشوف فريق منتيري عمل إيه في الـ 24 مباراة ونقرنهم بآخر 24 مباراة لعبهم النادي الأهلي عشان يكون عندنا معيار ثابت للمقارنة في الفترة الأخيرة وهي بداية الموسم اللي تلعب منه نصه في المكسيك أو الدوري المكسيكي هنلاقي النادي الأهلي لعب 24 مباراة ومنتيري 24 مباراة الأهلي فاز في 18 وتعادل في 6 وصفرة هزيمة الناس هتقول طب احنا اتغلبنا في السوبر احنا اتغلبنا في السوبر برقلات الترجيح فبيتم احتساب المباراة دي تعادل الأهلي سجل 60 هدف ودخل مرمى 21 هدف على الجانب الآخر فوز 10 من 24 لمنتيري تعادل في 9 مباراة وبرضو هزمته 5 مباراة سجل 34 لو قررنا الأهدف 34 من 60 واضح جدا في 24 مباراة أن خط هجوم النادي الأهلي أقوى بكتير وإن كان خط الدفاع أو الاستقبال الهدف 21-20 النتيجة مقربة جدا طب ما تيجي نحط الكلام ده قدامنا لكل مباراة هنشوف أن النادي الأهلي في كل مباراة بما أننا بنتكلم عن خط الهجوم النادي الأهلي قدر يصنع 9 فرص لكل مباراة مقابل 5 فرص فقط لغير لفريق منتيري إذن أنا عندي هنا القدرة على صناعة الفرص أفضل من فريق منتيري طب الإكسبيكت جولز أو الأهداف المتوقعة اللي كان المفترض يحققها النادي الأهلي من الفرص دي قد إيه 2.4 من 10 مقابل 1.25 من 100 لفريق منتيري الأهلي سجل كام؟ سجل 2.5 يعني قدر يسجل أقصى من الأهداف المتوقعة وده بيشير لفكرة القدرة أو قدرات لعيبة النادي الأهلي في استغلال الفرص في آخر 24 مباراة على المقابل أيضا فريق منتيري قدر يسجل 1.42 لكل مباراة يعني برضو أكتر من الأهداف المتوقعة طب الأهداف اللي كان المنافسين متوقع يسجلوها في مرمى الأهلي أو منتيري اللي هي استقبال أهداف متوقعة الأهلي هنا كان المفترض لكل مباراة يستقبل 76 من 100 هدف يعني أقلم الجهل لكن للأسف كان بيستقبل 88 من 100 على المقابل فريق منتيري كان المفترض يستقبل هدف وخمسة من 100 استقبل 83 من 100 إذن لو رحت للمقارنة هتلاقي النادي الأهلي متفوق في كل شيء باستثناء فقط لغير استقبال الأهداف النادي الأهلي المفترض 76 من 100 بيدخل مرمى 88 من 100 دي بترجع لإيه؟ بترجع لأشياء كتير جدا وارد جدا تكون أنت غير موفق وارد الفريق اللي قدامك المنافسين اللي قدامك كانوا موفقين بشكل وباخر عندك أخطاء في التعامل مع بعض القرات ممكن القرات السابتة أو القرات المرتدة وصلت أن المفترض بدل من نسبة L من 76 لأقل بقوة حرس مرمىك محمد الشناوي بقوة دفعتك لا دخل في مرمىك تقريبا 88 من 100 هدف لكل مباراة على عكس فريق منتيري مفترض في كل مباراة بيتشكل عليه خطورة يتسجل في مرمىك هدف وخمسة من 100 لكن كان بيطلع ب83 من 100 فقط لغير أعتقد في المرات الأخيرة بيتسو مسماني قدري عليك ده باللعب 3-4-3 وأعتقد ده هيكون واضح بشكل كبير جدا الفترة الجاية للنادي الأهلي فنقدر نتغلب على الأخطاء الدفعية اللي كانت بتخلي مرمانة معرض لاستقبال أهداف أكتر من الأهداف أو نسبة الأهداف المتوقعة بس يا أسامة يعني خليني أتفق معاك المعيار ده كإنديكيشن مقارنة بالدور اللي انت بتلعب فيه أو المنافسات إنما مقدرش أقيص منتيري بالأرقام دي على النادي الأهلي ولا النادي الأهلي على منتيري مقدرش أقول إن قوة الأهلي الهجومية مقارنة بمنتيري بتسوي كذا ولا دفاعيا بتسوي كذا لا 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 أنا بلعب في منافسة على قد منافسيني أصل ده نفس الكلام اللي هيقول بقى أنتوا بتقارنوا ليه من ريال مدريد والنادي الأهلي وبتتكلموا في سكة المسابقات لا ريال مدريد بلعب في منافساته الأوروبية والنادي الأهلي بلعب في منافساته الأفريقية أنا جاي بمقارنة النادي الأعلي من خلال المنافسة سواء في الدورة المحلة أو البطولات الأفريقية وفريق منتيري من خلال المنافسين بتوعوا في الدورة المكسيكية أو من خلال بطولة الكونكاكاف فالمعيار سابت جدا و24 مباراة ده معيار تقدر يديك انديكيشن عن فكرة قوة المنافس اللي انت بتلعبه وبنحطك في الصورة مع فريق منتيري هل ده على أرض الواقع هيحصل إيه؟ ده موضوع تاني لأن المباراة تسعين دقيقة المتفوق في التسعين دقيقة هو اللي يقدر يحسم اللقاء اللي عايز أقوله وأكده أن ده ما نقدرش نقول قوة الأهلي هجوميا مقارنة بمنتيري هجوميا ولا دفاعيا مقارنة بمنتيري دفاعي دي وجهة نظرة أنا خلينا نقول وجهة نظرة طبعا يعني لأن أكيد أنا مش نفس المعيار التنافسية ولكن عايز برضو أكد حاجة اتكلمنا فيها عن الدوري المكسيكي والدوري المكسيكي منتيري فيه وضع مختلف هو أنت عندك الأبرتورة ده دوري الصيف والكلوزورة ده دوري الشتاء هو يعتبر فيه بطلين للمسابقة كل موسم منتيري مثلا وترتيبه العاشر في الدوري المكسيكي مش كوضع كأنقاب هو حقق خمس ألقاب يمكن كم منهم لقب مكسيكو قبل النظام الحديث ده والنظام الحديث حقق الكيلوزورة 2003 وحقق الأبرتورة 2019 و2019 يعني أنت عندك بطل للصيف بيجي دلوقتي مثلا منتيري ترتيبه التاسع طيب أول تمام فرق هم اللي بيلعبوا زي سيمي فاينال كده بيلعبوا ربع النهائي الأول بيلعبوا القصدي الكوارتر فاينال وبعدين بيلعبوا نص النهائي طيب إزاي منتيري التاسع ولعب من ضمن التمانية لأن أول أربعة بيصعدوا مباشرة لمواجهات دور التمانية ده وأول بعد كده تمانية اللي هم أول 12 فريق أو أربعة بيصعدوا مباشرة وأول تمانية بيلعبوا زي تصفية ما بينهم وقدر منتيري يفوز على كروز أزول ووصل وخرج من الدور التمانية في البداية هو إذن مش بطل الصيف انتهت ولكن هو عنده فرصة في فكرة بطل الشتاء دي نظام المسابقة في الدوري المكسيكي طيب حنيجي كمان منتيري لنهضة كانت كبيرة جدا في الفترة من 2009 ل2013 دي كان أفضل سنوات فريق منتيري مع فيكتور مانويل فوسيتش طبعا المدرب اللي بالنسبة لهم لمكانة كبيرة هنا حقق الكونكاكاف أكتر من مرة وحقق دوري الأبرتورة زي ما قلنا لكم اللي بيكون مميز في منتيري هنا منتيري فريق لتاريخ كبير ولكن يمكن في الكونكاكاف ترتيبه أكتر من الدوري المحلي اللي ترتيبه بالألقاف في العاشر فريق لازم نعمله حساب قيمة التسوقية 81 مليون أورو وأعتقد النادي الأهلي لازم يجهز فنيا كتير جدا لي ومسلماني زي ما عودنا يكون رجل المباريات الكبيرة وهي من المباريات اللي أعتقدها تكون كبيرة آخر حاجة ممكن نقول لكم عن فريق منتيري ومدربه أجيري إنه بيلعب بطرقتين لعب 4-3-3 و4-2-3-1 ولكن إن شاء الله قادر بيتسو مسماني إنه هو يخلي كفة النادي الأهلي أرجح لأن من وجهة نظري بيتسو مسماني يتفوق على أجيري فنيا وده إن شاء الله نشوفه على أرض الملعب ولكن هنا السؤال اللي ممكن الجماهير تطرحه أنت بتتكلم عن منتيري وجعيب لأرقام منتيري والإكسبوك تتجول وإنت في مشكلة واقعين فيها وهي تداخل مباراة كأس العالم الأندية مع مباريات كأس الأمم الأفريقية يعني لو استعرضنا مباريات نصف نهائي ونهائي كأس الأمم الأفريقية هتلاقي مباراة 3 فبراير ومباراة 6 فبراير اللي هي مباراة النهائي وإنت محدد مباراة الأهلي أو الفيفا حدد مباراة الأهلي ومنتيري 5 فبراير طب هنعمل إيه لو المباراة أو البطولة دي اتلعبت مبدئيا هو الموضوع كان غريب جدا من الفيفا وفكرة اقتراح التوقيت ده وخاصة الأغرب كمان من وجهة نظري هو موقف الكاف أو موقف أولا الاتحاد المصري ثم موقف الكاف لأن المفترض أنت ككاف تدافع عن فكرة بطولتك الأولى وهي بطولة دوري الأبطال وتتكلم كمان أو تدافع عن فريق بطل هيكون عنده عناصر احنا عندنا حوالي من 19 لعبين هيكونوا متواجدين في المنتخبات المختلفة ممكن 6-7 لعبين منتخب مصر ممكن لعيب المنتخب المغربي التونسي المالي فبالتالي احنا هنا في عناصر أساسية مش هتكون موجودة فالمفترض أنت ككاف تدافع عن حقوق بطل بطولتك وهو النادي الأهلي لأن ده هيبة القرى الأفريقية أتوقع كان الفيفا عمره ما يعمل حاجة زي كده لو تعرضت معايد زي دي مع بطولات أوروبية أو بطولة أسيا لكن ده حصل وإن كان هيخدنا لسكة تانية خالص وهي المؤشرات هل بطولة أمم أفريقيا هتتلاعب في معايدها؟ يعني من أسبوع تقريبا وزير الرياضة الكاميروني أعلن أن افتتاح الملعب الأوليمبي اللي هو هيكون ملعب الافتتاح يوم 3 ديسمبر النهاردة 4 ديسمبر بيصدر بيان من وزارة الرياضة في الكاميرون أن الملعب تم تأجيل تسليمه لللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2022 ولم يتم تحديد موعد هنا السؤال هل ده مؤشر لفكرة تأجيل بطولة أمم أفريقيا هتجيب عنه الأيام خاصة كمان وأن فيه دهوض كبيرة جدا من أندية أوروبا وأندية البريمير ليج على فكرة اللاعبين اللي هيتم أنهم هيلعبوا في بطولة أمم أفريقيا ومش هيستفيد منهم الفريق وأنا هنا فريق زي لبربول مثلا عندي ساديو مانيه عندي محمد صلاح تشيلسي عندي حكيم زياش عندي مندي ففيه لعبين كتير غير الدوري الأسباني الفرنسي فيه لعيبة كتيرة جدا هيشاركوا فبالتالي الفرق دي بتضغط بشكل أو بآخر لفكرة تأجيل بطولة أمم أفريقيا للصيف ده اللي نشوفه مع الأيام وإن كنت أتوقع بنسبة كبيرة هيتم تأجيل أمم أفريقيا المحاولات مستمرة اجتمعت النهاردة رابطة الأندية الأوروبية بقيادة نصر الخليفي واتكلمت وأبدت مخاوفها يعني كمان من إقامة البطولة في الكاميرون في ظل متحورات كورونا اللي بتتجدد وقالوا إنه هم مش ضمنين سلامة اللاعبين كل ده بيخلينا نروح لفكرة زي ما قلنا ليفربول مثلا عندك لعبين وشوفنا السجال اللي حصل ما بين كولوب ومدرب السنغال ليفربول يا جماعة مسلا في الفترة بتاعت كاس أمم أفريقيا عنده مباراتين مهمين جدا عنده في 15 يناير مع بريندفورد وعنده 23 يناير مع كريستيا البلس وين كتير جدا حتى من المراهنات اللي موجودة في أوروبا بتتكلم إن ليفربول قد يفقد نقاط في هذه الجوالات كمان حيبقى راجع من كاس الأمم اللي حتوبقى من 9 يناير ل 6 فبراير حيبقى عنده يوم 9 مواجهة مهمة مع ليستر سيتي كمان ده حيقصر فأنت بتتكلم يعني ببساطة ده لوبي أكبر بكتير جدا من الفكرة دي ولكن بعيدا بقى عن الترتيبات خلينا نتكلم في المعايير المعلنة هل بطولة زي كاس الأمم الإفريقية لو بدلها كاس الأمم الأوروبية هل كان للاتحاد الدولي إنه هو يعمل ده ولا هي فكرة الفير بلاي مجرد شعار بس بيرفع الفيفا وفي وقت كتير جدا من الأرض ما بيكونش مطبق كمان أنا دايما مش سعيد بفكرة إنه إحنا رايحين كاس العالم اللي عنده أبطال قراء كل واحد بطل قرته ولكن بتيجي تلاقي بالمرس من السيمي فاينال بيلعب وبتيجي تلاقي بطل أوروبا من السيمي فاينال بيلعب برضو دي علامات استفهام في النهاية أعتقد البعض كمان بيوجه سؤال للنادي الأهلي وجمهور الأهلي وهي فكرة مشاركة منتخب مصر كأنها في مقابل مشاركة الأهلي في كاس عام الأندية ما ينفعش نادي الأهلي نادي وطني إحنا طول عمرنا بنقول إن إنجازات المنتخب على مر تاريخه كان لعب النادي الأهلي لهم دور هو الأكبر فيها والنصيب الأكبر فيها فما ينفعش حد يقول لنا السؤال ده ده مهم وده مهم كمان النادي الأهلي مش بيمثل مصر بس ده بيمثل أفريقيا كلها فعشان كده هو السؤال إزاي نساعد الاتنين إن هما حياءوا أهدافهم مش كأن الموضوع منتخب مصر في مواجهة النادي الأهلي اللي بيصيغ الأمور بالشكل ده هو لا خايف على مصلحة منتخب مصر ولا خايف على مصلحة النادي الأهلي وعشان كده إدارة النادي الأهلي كان لها دور مهم جدا خطبة الاتحاد المصري والاتحادين الأفريقي والدولي لحل أزمة كاس العلم للأندية واتكلمت إن المنتخب الوطني بيضم من سبعة لتسعة لعيبة من الأهلي بخلاف عدد من المحترفين في أندية أخرى خلال كاس الأمم وإن ده بيخل بمعايير التنافسية نتمنى إن يتم النظر للموضوع وفقا لقواعد الفير بلي يكون متطبق وبجد بالتأكيد حرص يعني النادي الأهلي واضح جدا إنه هو بيعلي من شأن مصلحة المنتخب الوطني المصري وده شيء طبيعي يعني لا يقبل المساومة ولا حتى يقبل الجدال أو النقاش فيه وأعتقد الموضوع هيتم حله بشكل أو بآخر ولكن في النهاية الكاف المفترض يدافع عن بطولاته ويدافع عن ممثليه أمام الفيفا ونتمنى إنه ينتصر لهذه القضايا النادي الأهلي خد الإجراء الطبيعي جدا من الاتحاد المصري شكوى والاتحاد الأفريقي اللي وضع أو يعني حل مشكلة هذا التعارض لكن بنتكلم في الشهر وربطة الأندية ونجوم الشهر وطبعا كان التصويت أو بالاختيار بأراء الجماهير ولكن هم حطين قاعدة أن أنت متدرش تختار أكتر من ثلاث لعبين لكل فريق حكذا زي الفانتاسي فعايزين نستعرض فريق الشهر من قبل رابطة الأندية لأن تم اختيار ثلاث لعبين من النادي الأهلي وهم علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو بالتأكيد لو فيه مساحة للاختيار أكتر من ثلاث لعبين أعتقد كان فيه نجوم كتير ممكن يتم وضعهم أكرم توفيق قدم يعني شهر ممتاز جدا عمر السلية يعني أعتقد حسين الشحات في الوقت اللي لعب فيه ولعبه أساسي أعتقد كان ممكن يكون أكتر من لعب موجودين في فريق الشهر ولكن رابط الأندية حتى اشترات ثلاث لعبين فقط لغير فكان الثلاث لعبين هم بيرسي تاو وأليو ديانج وعلي معلول وده كمان ثلاثة محترفين وده بياخدنا لنقطة مهمة جدا فاكرة لما يكون الكواليتي بتاع اللعبين المحترفين عندك عالي أكيد هتقدم مستويات قوية جدا انتظرونا وهو اتروحوا لأي مكان بعد الفاصل إن شاء الله ورجعنا لكم في الأهل خط أحمر قبل ما نطلع الفاصل كنا بنتكلم عن اختيارات ربطة الأندية حابب بس أقول كده يعني فكرة objection عندي اعتراض فيما يخص فكرة اختيار تلت لعبين بحد أقصى من كل فريق اه أنا فاهم إنك لو اعتمدت على معيارية تصويت الجمهور هنا قد يكون عندك مشكلة كبيرة جدا وهي إن جمهور الأهلي ممكن تلاقي فجأة التشكيل بتاع الشهر كله من النادي الأهلي أنا معاك ولكن فكرة إنه يبقى فيه كوتة حد أقصى لفريق تلت لعبين أنا شايف إن دي شيء غير عادل بالمرة لأنه وارد يكون فعلا أفضل خمس لعبين مثلا في الجولة من ضمنهم خمس لعبين من نادي الأهلي فما تحرمنيش إن يكون موجود رأيي عشان ما يبقاش الموضوع مجرد اعتراض لازم يكون فيه آلية مختلفة للاختيار بمعنى إن تصويت الجمهور قد يكون ليه نسبة وعامل قد يكون رابطة النقاط الرياضيين يتم انتقاء عدد منها زي ما بنشوف في الدوري الإنجليزي ويكون لها حق التصويت كمان نقدر نشوف مجموعة من المحللين اللي يكونوا اللجنة دي بتشكلهم أو رابطة الأندية بتشكلهم بحيث يكون الجمهور ليه نسبة رابطة النقاط ليه نسبة المحللين منهم نسبة ونشوف في النهاية فريق الأسبوع ما يبقاش بحد أقصى ثلاثة من كل فريق لأن أنا شايف ده غير عادل بالمر طيب عندنا ملف تاني كان حديث الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة وهو منصب نائب رئيس النادي الأهلي المهندس العمري فاروق واللي حد دلوقتي فيه لغط بشأن اعتماد نتيجة فوزه والنادي الأهلي يوسامة بياخد كل إجراءاته القانونية وبيحفظ حقوق بالتأكيد يا فارس عندنا طبعا أن خلاص المهندس عمري فاروق يعني بعد عدم اعتماده على منصب نائب الرئيس هياخد الإجراءات القانونية بدعم كامل من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وده اللي حصل في جلسة ما بين الكابتن محمود الخطيب واجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة بحضور المهندس عمري فاروق زي ما حرقكم شايفين على الشاشة ولكن القضية باختصار شديد هو أن النادي الأهلي شايف أن قضيته عادلة بشكل كبير جدا ومن حق النادي الأهلي يدافع عن وجهة نظره ويدافع عن الإجراءات اللي كانت ماشية مع الجهة الإدارية في وزارة الشباب والرياضة خطوة بخطوة من أول حتى فكرة عدم اعتماد أو عدم قبول أوراق دكتور وليد الفيل على منصب نائب الرئيس كان الجهة الإدارية هي اللي رفضت نهاية تستلم الأوراق لنقص في الأوراق دكتور وليد الفيل ذهب للمحكمة وده طبعا حقه تماما وقدر يجيب حكم قضائي إنه يعود مرة أخرى للانتخابات هنا الجهة أو وزارة الشباب والرياضة أو الجهة الإدارية المنوط بها ومتابعة انتخابات النادي الأهلي قدمت استشكال فالاستشكال تم رفع اسم الدكتور وليد الفيل فأصبح المهندس عامري فاروق وحيدا في منصب نائب الرئيس وطبعا القانونة فارس أو اللايحة النظام الأساسي في النادي الأهلي بتقول إن بيتم التصويت سواء موافق أو غير موافق بنسبة تتجاوز 25% من الحضور في الجامعة العمية عندنا المادة 43 بتقول إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابي على وفقا مقاعد مجلس الإدارة أو كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابي تعرض أسمهم على الجامعة العمومية لاعتماد فوزهم بالتسكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين طيب قد يبدو للمتلقي إن المادة دي مبهمة طيب هنوضح إحنا شرح إزاي النادي الأهلي أخذ الإجراءات المتبعة بالقياس وده هنروح له ولكن النادي الأهلي طرح تساؤلات هي غاية في الخطورة وغاية في إن إحنا محتاجين نشوف المنطق اللي ممكن يقول إن التساؤلات دي مش مشروعة يا أسان بالتأكيد هو النادي الأهلي اتكلم في فكرة لو كان هناك مرشح وحيد في كل منصب طبعا إيه اللي كان هيحصل كل منصب الرئيس منصب واحد نائب الرئيس أمين السندوق منصب واحد كمان لو كان عدل أعضاء السبعة هم فقط لغير اللي تم ترشحهم فهنا بالتالي المجلس كله إيه اللي يحصل معه لأن المجلس كله هيكون بالتسكية وبالتالي هتكون قايمة الانتخابات أو زي ما حضراتكم شايفين التساؤل أن أنت هتدخل تعلم أنت موافق أو غير موافق هل هنا هيتم عدم اعتماد مجلس الإدارة بالكامل هنا تساؤل منطقي جدا من نادي الأهلي طبعا لأن أنت أخذت إجراءاتك مع الجهات الإدارية كلها أنت اتحطت تساؤلات مشروعة طب ماذا لو كان هل النادي الأهلي ممكن يقعد بدون مجلس إدارة لمدة سنة لو كانت كل المناصب بالتسكية طب البعد حيقول ماشي إحنا فهمنا التساؤلات دي وهي منطقية للغاية أن صعب إه أنت أخذت إجراءاتك عند الجامعية العمومية أخذت إجراءاتك عند الجهة الإدارية وقلت كمان الأسئلة اللي أنت بتترحها للرأي العام طب هل اتبعت في قاعدة كده جماعة قانونية وفكرة القياس هل أنت اتبعت فكرة القياس دي مقارنة على بقى الأندية ولا أنت وضعك مختلف عندنا الإجابة للتساؤلات عندنا الإجابة لو رحنا لنادي الظهور وجه خطاب للسيدة الأستاذ دكتور عاد ردوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ببساطة عشان ما نطولش عليكم في الخطاب كان بيعرض فكرة شكل استمارة نادي الظهور لأنه هو عنده المرشحين بالتسكية كان حيعرض بعض المرشحين بالتسكية فقال أن فيه شكل الاستمارة هل هي معتمدة بالشكل ده ولا لأ عايزين نعرف بعد كده ببساطة بياخد موافقة الجهة الإدارية على استمارة الانتخاب اللي لو عرضنا صورتها على حضراتكم على الشاشة برضو هنلاقي أن كان فيه تلات مناصب التلات مناصب بالتسكية فبالتالي كان الاستمارة فكرة الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وكان برضو نفس المربعات موافق أو غير موافق وبما أن الخطاب وصل للجهة الإدارية وبما أن نادي الظهور أتم انتخاباته فبالتأكيد عند نادي الظهور موافقة ضمنية من الجهة الإدارية على الاستمارة دي طب لو استعرضنا استمارة النادي الآلي وتحديدا منصب نائب الرئيس هنلاقي تقريبا مش تقريبا هي بالزبط نفس الاستمارة فكرة منصب نائب الرئيس بالتسكية ومحطوط مربع موافق أو غير موافق والنسبة اللي حص عليها المهندس عامري فاروق تجاوزت 94% إذن الموضوع باختصار شديد جدا هي فكرة كان تنصيق مع الجهات الإدارية أو الجهة الإدارية المنوض بيها الإشراف على انتخابات النادي الآلي من البداية فالنادي الآلي قياسا بنادي الظهور وقياسا بالليحة 25% الحضرين وفكرة التصويت من قبل الجامعة العمية كان أنسب شيء بالنسبة لنادي الآلي هو انعقاد الجامعة العمية في الانتخابات وبالتالي طرح اسم المهندس عامري فاروق للموافقة عليه أو عدد الموافقة فحصل على أعلى الأصوات وحصل على نسبة تجاوز 94% ولكن النادي الآلي فوجأ أو اتفاجئ أن الجهة الإدارية لم تعتمد نجاح المهندس عامري فاروق على منصب نائب الرئيس ومن هنا كان اتجاه المهندس عامري فاروق للقضاء بحيث أنه يحصل على حقه من وجهة نظر نادي الآلي النادي الآلي دعم لي والموافقة صحيح وكمان يمكن في الاستمارة اللي عرضناها مكتوب فوق الأوافقة أو لا أوافقة أوسامة اللي أنت قلت عليها اعتماد الفوز بالتسكية يعني أنا بقول لعضو الجامعة العمومية أن أنت بتمارس إجراء اعتماد الفوز بالتسكية النادي الآلي هياخد إجراءاته قانونية زي ما قلنا وفي النهاية النادي الآلي مواقفه ولجانه قانونية أكيد على خبرة ودراية أن هي تقدر تتدارك الأمر وتوضح موقف النادي الآلي في أسرع وقت ممكن يا سامي بالتأكيد يا فارس عندنا زي ما قلنا الحلقة في بداية الحلقة سؤال الحلقة ونتجتك أو توقع نتيجة مبارات مصر والجزار على هاشتاج الآلي خط أحمر طبعا هنستعرض تعليقات حضراتكم سواء على تويتر أو على الفيسبوك أو على انستجرام لو جاهزة معنا جماعة ممكن نستعرضها للوقتي لو مش جاهزة نستعرضها بعد الفصل خلاص بعد الفصل نطلع فصل ونستعرض تعليقات حضراتكم بعد الفصل مرجعنا لكم في فقراتنا من حلقة الأهل خط أحمر وطبعا لأن دايما منقدرش نغفل دوركم ومشاركاتكم معنا عايزين لاستعرض بعض أراءكم ومشاركاتكم على هاشتاج توقع نتيجة مبارات منتخب مصر والجزائر شاركونا في الهاشتاج مكملين معاكم لآخر حلقة بيقول رمضان محمد حسين إن شاء الله منتخب مصر يفوز بهدفين مقابل لشيء محمد شريف وحسين فصل إلى آله ده حياتنا بيقول أربع ثلاثة لمصر إن شاء الله أتوقعها نتيجة مبارات مصر والجزائر في كأس العرب معانا صابر ورادي بيقول ولي الجمال بيقول ماتش صعب على الفريقين نظرة للجدية والحالة التنافسية بين المنتخبين عبر التاريخ وده حقيقي لكن إن شاء الله الفوز من نصيب منتخبنا المصري كل اللي احترام لمنتخب الجزائر لكن إحنا مصر أسياد القرى وأنا عجبني الحكمة والرزانة اللي في الرسائل دي ولازم نحافظ على ده جماعة إحنا أشكاء عندنا نودي بركات بيقول فوز مصر على الجزائر واحد سفر إن شاء الله والعسقلاني بيقول اتنين واحد لمصر بإذن الله معانا محمد مصطفى بيقول تلاتة صفر إن شاء الله لمصر وسالم العمراني بيقول بإذن الله تعالى اتنين واحد لمصر وخليل إبراهيم بيقول فوز مصر اتنين واحد دي طبعا من تعليقات على الفيسبوك وده طبعا إنستجرام إسلام بيقول إن شاء الله تلاتة واحد لمصر وكمان إيمان بتقول إن شاء الله اتنين واحد لمصر وكمان معانا الزهبي بيقول فوز مصر إن شاء الله بس في حالة لو لعب بالتشكيل الآتي محمد الشناوي أكرم توفيق حجازي أيمن أشرف أحمد بالفتوح سيد زيزو عمر السلية حمدي فتحي والهجوم عمر كمال وشريف وأحمد رفعت يعني الراجل بيحط التشكيل كمان اللي بيفوز بالمباراة من وجهة نظر أنتم صعبين حالينا الأسماء هو يا جماعة وحد كاتب رقمه في حد بقول مصر ويا رب مصر تكسب اتنين واحد وكاتب رقمه ودينا عشور بتقول اتنين صفر لصالح منتخب مصر إن شاء الله طبعا كانت دي أبرز مشاركتكم معانا وكان دي أبرز تفاعلاتكم ولكن أعتقد يا أسامة محتاجين بقى ننقلة تانية خالص لأن أحيانا بيكون في تصرحات بتخرج فيها اجتزاء فيما يخص التحكيم وبيخرج أحيانا محاولة توجيهها لاتجاه معين ولكن أعتقد بيكون عندنا الردود كالعادة زي ما انتم متعودين معنا بالورقة والأولادة بالتأكيد يا فارس يعني فقرة فار روم هي تقريبا الفقرة المحببة لحضراتكم وأيضا محببة لنا لأن الأمور بتتضح بشكل كبير جدا فكرة إن النادي الأهلي دائما وأبدا بيكون بيطالب بالعدالة التحكمية والحالات اللي بتحصل خارج إطار الكرة المصرية بيوضح إن مطالب النادي الأهلي عادلة جدا يا أخي بعتر منتدى يا أنا عليك بالسهولة كده فار روم طبعا كل الفقرات اللي انتم بتتبعوها دائما معنا احنا عارفين بيكون أهمياتها بالنسبة لكم بس ندخل بقى معاكم في الموضوع على طول ونروح نسمع أحد التصرحات لشادي عيسى في الراديو وكان معايا الصحفي محمد رائي سنقف عند جزئيات مهمة أكثر ما سنقف عند فكرة مين قال إيه نطلع ونشوف التصرحات الأهلي يعني دائما كده بيشعر بعدم الاحتواء الأهلي بيشعر بعدم الاحتواء هذا مضيحي كابت سعى حفيز قال كده عنده حق النهاردة يتبع يعني النهاردة في حكم تلع قل دابقه كويس المحترم طبعا هو حكم على الفكرة محترم وحكم كويس جدا وقدر المباررة بشكل كويس جدا بس هو النهاردة تصريحاته كانت غير موافقة كويس وتصريحاته انه النهاردة وبرده فيه قاعدة مهمة جدا مشادي اعتقد انت تتفق معاه فيه النتيجة خمسة سفر النتيجة عشرة سفر النتيجة واحد سفر انت مالك انت مالك انت حكم ملكش دعوة فانت النهاردة حتى لو بتقول تصريح كنتش اصده 100% قلته بالتالي تحسب عليه هو على فكرة تحسب عليه فعلا صحيح هو توقف وليقول لك انهم لا توقفش لا توقفش نزل درجة تانية لا توقفش لا توقفش اتمنع من ادارة ما تشط لفترة لا اصبوع واحد لا اصبوع واحد اصبوع واحد عندنا كم حكم اه ماشم اصبع فتاح اصبع فتاح 10% يعني انت لما يقول لك 10% من الحكام هم اللي بيقدارو وتستمت حكم دولي بشكل ده لا يبال ان في حق في حاجة هو على فكرة انت بمتبصت لايه فعلا هم اللي بيدوروا حوالين دي حقيقة انا عندنا طبعا انا شايف الاهلي لا طبعا في مشكلة مع الحكام يعني في حاجة مع الحكام يعني طب وش زمالك اه لا انا زمالك مش اخد حقه انا بسألك انت انا انا شايف ان هو اخد حقه اي حقه لا ده كفاء ضربة الجزء ده يعني ما يبقى خسران خمس نقاط في 6 مباريات بيو اخد حقه لا انا ماشى انا هو الحكام والطلبين هو الحكام والطلبين ينزلوا يجيب اجوان جزء عظلوا ايه موضوع مش في التحكم انا اقول لك هالحاجة شادي ده انا نتكلم بقى بما انت Princeton بالتاع هو من الافضل السندي الاهلي وزمالك لا بس خلاص طبيعي جدا الاهلي يكون هو وصد التده من النقاط وزمالك يكون اقل منه انه طبيعي جدا الاهلي يكون وصل لعدده من النقاط وزمالك يكون اقل منه ده طبيعي قدت منه أعلمه في النقاط يعني هو طبيعي جداً وفقاً للمستوى اللي احنا شايفينه كلنا سبكوا بقى من قصة الأشخاص خالص وخلينا نركز في الكلام طيب هنا أولاً استخدام مصطلح الاحتواء مع النادي الأهلي النادي الأهلي لا يشعر بالاحتواء أولاً النادي الأهلي في كل الأحوال هو لا يرغب أن في حكم يحتوي خلينا نحط دي قاعدة نادي الأهلي يرغب أنه هو ياخد حقه بس لكن بعد كده تقال شاهد غريب جداً محتاج تقف عنده لما يتقال النادي الأهلي إزاي ممكن يكون عنده اعتراضات على التحكيم وهو النادي الزمالك اللي فقط خمس نقاط في ست مباريات والنادي الأهلي واخد العلامة الكاملة 18 نقطة من ست مباريات هنا جماعة ده في المنطق اسمه ربط ما ليس علة بعلة يعني أنت تيجي تقول النادي الأهلي محقق 18 نقطة من ست مباريات العلامة الكاملة إذن هو لم يظلم تحكيمياً القاعدة دي غلط وعلى العكس نادي الزمالك فقط خمس نقاط من 18 نقطة إذن هو ظلم تحكيمياً أول متضرر من التحكيم دي مغلطة اسمها ربط ما ليس علة بعلة دي بنوضحها لكم طيب يعني مباراة خمسة تلاتة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك فاز النادي الأهلي فيها خمسة تلاتة بنتيجة كبيرة هل ده ينفي أن بتصريح الحكم نفسه حصل احتواء للمنافس أكيد لا يبقى إذن النتيجة ليست شاهد وليست دليل على المعيار ولو مدينا المعيار ده على امتداده كده عشان نروح للموسم اللي فات وبمنطقك أنت يبقى النادي الأهلي ظلمة تحكيمياً بس إحنا مش بنتعامل بالمنطق ده إحنا بنتعامل بالحالات وأعتقد لو رحنا للحالات عسامة بنناقش الكلام بمنطق وحجة مش باستنتاجات ما لهاش أي علاقة بالمنطق ده بالتأكيد يا فارس إحنا أصلا بنتكلم عن فكرة حتى وإحنا فيزين استعرضنا الحالات التحكمية لأن في النهاية أنا ممكن أتعرض لظلم داخل المباراة لكن أقدر أفوز في المباراة دي فبالتالي ربط النتيجة بالأداء التحكيمي ده شيء ما يحصلش إلا إذا كان في حالات زي الحالات اللي ممكن نشوفها وهنستعرض خلال الست جولات اللي تموا فيه مسابقة الدورة حتى هذه اللحظة الأخطاء التحكمية عشان نشوف الزمالك فقط خمس نقاط والأهلي لم يفقد ولا نقطة هل ده دليل على فكرة أن فيه فريق زي النادي الأهلي استفاد تحكميا وفريق زي نادي الزمالك ظلم تحكميا نطلع نشوف أول فيديو معنا عشان عندنا تعقيب مهم جدا يعني أنت ضربة الجزاء النهاردة بتاعت الزمالك مباراة 50-50 يعني إيه 50-50 يفهمون الناس اللي شوية عندهم اللي هم خبراء فعلا في التحكيم عندنا في التحكيم حاجة اسمها مناطق معينة فيه منقول المنطقة البيضة البلاك ومنقول الوايط فيه الأبيض وفيه الأسوة ما بينهم الأبيض وفيه الأسوة 27 يعني كرارات تبقى واضحة بالتحكيم ما بينهم الجريزون المنطقة الرمضية اللي في التحكيم لما يكون فيه قرار صعب قرار مش قادرين محكم عليه بشكل صحيح الصورة مش واضحة بنروح مع القرار اللي بتاخذ الحكم حتى لو هذا القرار طب هو مبارا مش كان فيه فار يا كابتن فيه فار بس طب الفار ما يشوفهاش ما كانش فيه لقصة يقدر الفار يتدخل فيه بشكل واضح ما فيه لازم يكون عنده كليل إفلنس لازم يكون عنده دليل واضح هو الفار يا كابتن من حقه يوقف ومن حقه يعيد ويبص من أكتر من كدر بالزبط لكن هو زي الحكم في الملعة ممكن ما يكونش عنده الكدر اللي يحكم به اللي فيه شكل ما يتدخلش أبنا لازم يتدخل بس هي كابتن على الشاشة إما تشوفها من كذا يعني كادر تقدر تحكم أنا معك يا سيف بس في بعض اللقطات ما بتكونش كافية أنك تحكم بس اللقطات المبارح اللي احنا شفناها أعتقد أن هي قادرة أنك تحكم والله مش مئة في المئة عشان أكون صادق معاك وعلى فترة احنا عرفنا الحلقة احنا يمكنكي معصد حل أفريكا وبعض طول الزمل ما أجزمش أحد إنه ممكن الغري يتدخل في هذه الحلقة الكابتن عصام عبد الفتاح يمكن أول رئيس لجنة الحكام يكون عنده تصريحات في العلن يعني محيرة وبيستخدم مصطلحات لا تنطبق على الصورة إطلاقا الفكرة المنطقة الرمضية ما تجيش أبدا على اللقطة اللي معروضة أمام حضراتكم في برات الزمالك وإمبي يمكن حتى الكابتن سيف زاهر قال له اللقطات تنبارح والكاميرات تنبارح ما كانتش موضحة الأمور فيقول مش موضحة بنسبة كبيرة جدا 50-50 زي تصريحات الدكتور ولما يكون عنده عيان سخن بيتخفض درجة حرارته وتصريحات الأمانة ما سمعتهش من رئيس لجنة حكام قبل كده وهو متفرد كابتن عصام عبد الفتاح في التصريحات دي لكن فكرة تصريح 50-50 لا ينطبق إطلاقا على ركل الجزاء الزمالك وإمبي المباراة اللي انتهت 2-0 صحيح لكن ده كان الهدف الأول لنادي الزمالك وده دليل واضح جدا على فكرة النقاط اللي انت بتحصل عليها أو النقاط اللي انت بتفقدها مش بالضرورة تكون مرتبطة ارتباط طردي مع أخطاء تحكمية حصلت لصلحة لكن المهم جدا أن الكابتن عصام عبد الفتاح بتصريحاته دايما بيكلم الناس بفكرة الناس اللي فاهمة تحكيم وطبعا يعني هو بيتكعمل مع باقي الناس اللي ما حكمتش أو ما دخلتش خبرات تحكيم أنهم مش فاهمين قانون ولكن هو بيشيد دائما وأبدا بالكابتن أحمد الشناوي والكابتن سمير عصمان أتمنى تظل الإشادة دي حتى نهاية الموسم لأن أعتقد هيتضح بشكل واضح جدا للكابتن عصام عبد الفتاح أن الناس اللي بتجيب التعليقات دي ناس فاهم قانون كويس الفكرة أن كابتن أحمد الشناوي أو كابتن سمير عصمان ما أنصفهوش فيه لحالة فأول الحالات اللي هي معنا الرأي بتاع 50-50 اللي هو يعني ممكن وممكن هنشوف هل اللعبة دي بتحليل مش حد ليه مصلحة وكابتن عصام عفتاح ليه مصلحة ومصلحته اللي هو يدافع الحكام اللي هو رئيس اللجنة طب نروح بقى لكابتن سمير عصمان اللي بيحلل تحكيم واللي كابتن عصمان زي ما قالوكو أسامة بيصد في رأيه نشوفك الرأيه إيه في لعبة 50-50 مبدئيا في دفع ملعيب نادي الزمالك على مهاجم على مدافع نادي أمبي الدفعة دي خطأ الدفعة دي خطأ لازم يتم احتسابها لو محمود ما شافهاش وبعد كده حسب ركلة الجزاء يبقى لازم لازم حكم الفاري ينادي ويشوفها يا كابتن سيف أنا بقول ينادي يشوفها إليه حتى زادت لأكيد يعمل معاكو نفيرم هنا قبل ما تكلم على ركلة الجزاء في دفع ملعيب نادي الزمالك لمدافع نادي أمبي اللي خلاه وقع بعد كده لعيب نادي الزمالك جاي من وراء واخد القرار واخد القرار أنه يقع كرة دي ما فيهاش ركل الجزاء دي فيها خطأ من الأول على مهاجم نادي الزمالك الدفعة واضحة إحنا جبناها من كذا زاوية يعيب نادي الزمالك جاي واخد القرار ونيقع هنا كان لازم حكم الفيديو غير الخطأ كابتن فيها خطأ ولأ؟ لا لا فيهاش خطأ عندنا لعيب نات الزمالك جاي من ورا واخذ الكرب بتاع الجنب بتاع الدايفين اعتقد زائد سيف الجزيرة دي مستحيل تكون 50-50 غير بعيون كابتن عصامة عبدالفتاح كابتن سمير عثمان وضح اللابة ان راكل الجزاء غير مستحقة لان فيه مخالفة على لاعب الزمالك في البداية وده زي ما قلنا احنا بليه بنتكلم الكلام ده لان عشان ما يتقلش ان الاهل متفوق ده معناه ان ما فيش اخطاء تحكمية لا النادي الاهل يا جماعة غير متفوق هو معني بعدالة وكفاءة المنافسة وده معيار صعب تلاقيه عند حد تاني لان احنا ما بنعتمدش احنا موقعنا ايه نبنتعامل طول الوقت مفترض المسابقة تكون ايه هو المفترض المعيار ده يكون عند كل الاندية اللي بتسعى للعدالة ولكن بعض الاندية بتسعى للعدالة عبر التصريحات فقط لغير او ان يكون مفهوم العدالة لديها هي ان انت تاخد اكتر من حقك والنادي الاهلي ياخد اقل من حقه يعني ده مفهوم العدالة عند البعض لكن مفهوم العدالة عندنا ان النادي الاهلي ياخد حقه وكل الاندية تاخد حقه في منافسة عدلة تفرز بطل حقيقي للمسابقة طبعا الكابتن سامير واسمان بعد ما تكلم عن لقطة الدفع الواضحة جدا اللي النقل والكاميرات اللي كانت حجة او حجة للبعض في الموسم الماضي الموسم ده النقل بشكل احترافي جدا كاميرات واضحة زوايا الكاميرات موضوع بشكل افضل بكتير من الموسم الماضي فكانت الرقلة دي واضحة جدا وكان قرار سهل جدا على حكم الفار حسام عزب حجاج طبعا كان حكم الساحة محمود ناجي وده من ضمن الاخطاء اللي حصل فيه الست جولات لكن الاخطاء دي كان لها اثار على المدير الفني لفريق امبي وهو كابتن حلم طولان اللي خرج بتصريحات في المؤتمر الصحفي بعد المبراه نطلع نشوف او نذكركم بكلام الكابتن حلمي ونرجع نعاقب في ان الهدفين اللجوم طبعا هدف الاول ضربة جزاء غير صحيحة بالمرة الهدف التاني خطأ في المرأبة داخل منطقة الجزاء لكن انا بالرغم من كده انا سعيد بأداء فرقتي وبحييهم وبشكرهم على أداءهم واتمنى يا ناس اللي مالوش ظهر بيتضرب على بطنه اللي مالوش ظهر بيتضرب على بطنه يا ناس لو سمحتوا لو سمحتوا كده كتير هو ده امتداد للموسم اللي فات ولا ايه انا مش عارف مش قادر اقول اكتر من كده انت بتقولني كلام انت بتقولني كلام انا مقولتوش ضربت جزاء من وحي الخيال لكن فيه جول تاني جيد انا عايز اعرف عند النقطة دي لان البعض ممكن يطلع بأي تصريحات يدعي فيها مظلومية بمعنى ان ممكن مدير فني يطلع بعد المباراة اخفق في ادارتها فنيا يتحدث عن فكرة انه وقع عليه ظلم هو ليه الامانة او بقراء خبراء التحكيم لم يقع عليه هذا الظلم فبالتالي تصريحاته من وجهة نظر بتكون هي والعدم سواء او انها حجة من حجج الهزيمة او الخسارة لكن لما يكون الكابتن حلم طولان طالع بعد المباراة بيتكلم عن راقل الجزاء غير صحيحة وبيقول المصطلحات اللي انتوا سمعتها دي فنيجي نلاقي خبراء التحكيم بيأكدوا على وجهة نظر الكابتن حلم طولان فهنا الكابتن حلم طولان بالفعل وقع عليه ظلم تحكيمي مش عنده شعور بالظلم الفرق كبير جدا لان قبل كده لما تكلم رئيس شركة غزل المحل عن مباراة النادل اهلي وقال نفس المصطلح اللي له ظهر ما تدربش على بطنه قلنا له يا تعالى انت فين الظلم اللي واقع عليك وبيأراء خبراء التحكيم وضحنا ان مفيش اي ظلم واقع عليك ففيه فارق كبير جدا بين شعورك بالظلم وان انت فعلا مظلوم زي الكابتن حلمي طولان لكن اعتقد ما كانتش دي المباراة الوحيدة يا فرس مويرتها كانت الوحيدة لان لو احتملت مباراة ام بفكرة الخمسين خمسين ونحن اللي نراها اطلاقا انها كانت تحتمل فراقل الجزاء سيراميكا كليباترا اللي عز مالك ولم تحتسب هي لم تكن ابدا تحتمل فكرة الخمسين خمسين وما كانش من المقبول ان كابتن عصام عبدالفتاح هيطلع يقول لنا خمسين خمسين فوجد حل غريب خالص مختلف تماما وجديد من نوعه نطلع ونشوف كابتن عصام عبدالفتاح قال عنها يا سيدي فيه ناس بيتسلموا على حالات تحكمية ويقول لك الظلم والحق وهي اصلا ما فيك اخطاء انا بقول لك اعرف حالة من بعض احد الحالات بعدناها الكبراء اللي بحد الدول قالوا شاكل الجزاء حالة اخرى الناس بتقول راكل الجزاء والمدافع نجح في لعب الكور انا مش عايز اخط في هذا التجام دي 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 الحالة بتاعت سيراميكا كليوبوترا بتاعت طريق حامد ماتش الزمان لك في سيراميكا حالة سيراميكا هقدر بعث لك على الخطأ انا مش حاوز اعبر اخطاء او للأسف هي دي بعتها للفيفا لا ثانية واحدة كلام برضو بعتها لأحد خبراء الفيفا وقدر بعث لك الإجابة بشكل خاص لحضرتك لا يوجد راكل الجزاء بقول لك بصوت عالي ولكن للأسف البعض محتاج يتعلم تحقيق محتاج يعرف يعني ايه تحكيم محتاج يعرف بعد ايه تحكيم اعتقد الرسالة اللي ختم بيها كابتن عصام عبدالفتاح انا شفت ان هي اساءة لكل محلل التحكيم في مصر اللي كان رأيهم قاطع في اللعبة دي لما انا اجي ملاقيش المبرر بتاع خمسين خمسين فاروح لفكرة ان انا روحت الخبير تحكيمي بالفيفا عفوا احنا كده بدأنا نسيب اي منطق ونسيب اي تحليل ونسيب كل كلام الخبراء ونروح لكلام مرسل يا كابتن عصام اعتقد لو حضرتك في نيتك اصلاح التحكيم احنا نصحناك هنا والله كانت نصيحة امينة وقلنا لك حضرتك جاي على ناس كانت موجودة سواء كابتن وجيه او غيره كان فيه اخطاء فاولى ان انت تغير انا اعتقد بالشكل ده حضرتك واخد مصار واضح وصريح ان انت تشيل الليلة بدفاعك عن التحكيم اول خطوة للتصحيح ان انت تبدأ تقول ان لا حكامنا عندهم مشكلة في تطبيق او القانون على حالات سهلة مش معتقد ابدا ان يكون فيه خبير في الفيفا يقدر يطلع بتصراحات زي دي وإلا تاني يوم ما ينفعش ان هو يكون اهل ان هو يكون خبير في الفيفا اعتقد الامور اللي بتكون بتحتمل خمسين خمسين والامور اللي بتحتمل فكرة خبير قال ان ما فيهاش حاجة دي امور امرها مع تعالج التحكيم المصري ولا هتغير من الامر شيء نصيحة تدارك الامور بدري هو يعني لو الكابتن عصام عبد الفتاح كان يعني منهجه في التعامل اعلاميا هو الدفاع عن حكامه بس فقط لغير فكنا نقول طبيعي جدا رئيس لجل الحكامه بيحاول ان هو يكون درع الحكامه وفي الغرف المغلقة بيتم معاقبة هؤلاء لكن الحقيقة ان الكابتن عصام عفتاح بيوصل بالفكرة ان هو بيعادي بيعادي اي حد يقول وجهة نظر تخص التحكيم المصري لدرجة ان هو بيقالل من شأنهم لدرجة ان هو في المداخلة دي قال اللي بيطالب بلجنة حكام اجانب او رئيس لجل حكام اجانب هو غير وطني وغير مصري على الاطلاق في ما انا لسه اقول لكم تصراحات الكابتن عصام عفتاح مش هتشوفها مش هتشوفها في اي حتة غريبة بمنطقة الغرابة ان اللي بيطالب رئيس لجل حكام يجي اجنبي يبقى ده منزوع الوطنية او الوطنية عنده نقصة شوية طب احنا عندنا كيروش مدرب المنتخب عندنا فين جادة مستشار فني للتحدي المصري للكرة القدم مين قال الكلام ده يا كابتن عصام حضرك بس اللي بتقول الكلام ده الغريب وانت بتقول الكلام ده بتقول نفس الكلام اللي بيخلي موقفك صعب جدا في الدفاع الحكام وانت بتقول عشرة في المية فقط لغير من التحكيم المصري هو اللي يصلح لإدارة المباريات طب ما طبيعي كده لما انت يكون شايف تسعين في المية من الحكام ما عندهمش القدرة على إدارة المباريات يبقى لازم تتوقع ان الانتقادات هتكون بتوازي النسبة اللي ما عندهش القدرة دي من وجهة نظرك لكن تبقى شايف إن 90% غير قادرين وشايف في نفس الوقت اللي بيطالب برئيس لجل حكام غير مصري الناس اللي بتتكلم عن التحكيم هم ما بيفهموش ولكن أنا ما زلت مصر أن أنا سعيد أنك أشت بالكابتن أحمد الشناوي والكابتن سامير عثمان على وجه الخصوص لأن دايماً هيكون لهم أراء هتعكس تماماً الفكرة اللي احنا بنقولها وهتحط تصرحاتك مقابل تصرحاتك في شكل مضاد جداً فتعالوا نشوف بقى تعقيب يعني اجتمع عليه الكابتن أحمد الشناوي والكابتن سامير عثمان على رقلة الجزاء الغير محتسبة في ديئة 92 لسيراميكا كليوباترة أمام الزمالك في مباراة فاس فيها الزمالك 1-0 فقط لغير كان الحكم محمد معروف وحكم الفيديو محمد الحنفي نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقل أول حاجة بس لما يبان بقى من وراء وهو في اللقطة الورانية اللعيب اللعيب المسلوسي لما الولد بيعرب من الشد بتعترق حامد بيعرب بالجنب كده رأى عند المسلوسي أمزقه بصوا واحد زيارة بصوا بيروح التاني أمزقه بإيده يعني طب أهرب روح فين بيعرب بالفانيلا لقيت الإيد بقى ورايها بتزوقها بالشكل ده يعني دي راكل الجزاء كافتا يعني أنا راكل الجزاء المخالفة ليه ما تحسبتش من معروف ممكن معروف خلينا نقول الحاجة ممكن ما شافش أيا كان بركز أيا كان ما شاء أيا كان أنا عايزة أقول الكابتن محمد الحنفي عالفار هل ما شافش اللي احنا شايفينه طيب أسألك سؤال اللي بعد في ناس قالوا طب في بداية اللعبة اللحمر شادد واللبيض شادد طب ما سابه سابه بس اللحمر هو اللي استمر إذا أنا النهاردة لو ما تدرشوا المخالفتين فقان واحد يعني المخالفتين فقان واحد ده لو الاثنين مع بعض إنما اللي يسيب خلاص التاني هو الله يتعاقب تعالى بعد هو مستمر مستمر في الشادد تمام مش مساكت مستمر وبعدين التاني عايز يارب منه زميله التاني أمزقه طب ودخول بقى لعيب رقم 24 ما هو ده ما ده اللي بقولك اللعب التاني اللي هو هكتم بدفع اللعب يعني ركلة جزاء يعني بص الفنلا طلعت لحد فين يعني الشاد اللعب بيجري ما والفنلا تشد بالشكل ده انت عايز تقول للفنلا بيقنا كده وبالطريقة دي بس تعرف النقطة يعني الشيء طبيعي معروف ما يحسبش وشيء طبيعي الحرفي ما يحسبش إنما المش طبيعي الخبير اللي قال إنها ركل إنها مش ركلة جزاء بقى ده خبير في ايه صعب قوي خلاص خبير في ايه اللي قالها الكابتن سامير عثمان دي تتوجه للكابتن عسام عبد الفتاح لكن أنا عايز أقف عند الجملة اللي قالها الكابتن سامير عثمان اللي وصل به الحالة إنه بقى متقبل إنه ده بيحصل في بعض المغريات مع بعض الفرق قالك شيء طبيعي إن محمد معروف ما يشوفهاش وشيء طبيعي إن محمد الحنفي ما يشوفهاش لا يا كابتن هو أصبح شيء طبيعي فعلا على حد تعبيرك لكن هو المفترض أصلا مش شيء طبيعي ولو شيء طبيعي محمد معروف حكم الساحة ما يشوفهاش مستحيل يكون شيء طبيعي إن محمد الحنفي ما يشوفهاش إلا إذا كان محمد الحنفي زي ما قلت متعاقد على تسعين ديئة فقط لغير والرقلة دي جاية في الديئة اتنين وتسعين الكابتن أحمد الشناوي بيقولك طبيعي رب يروح فين يعني يعني رقلتين جزاء في رقلة واحدة وأعتقد يا كابتن عصام ده مش قرأنا عشان أنت أحيانا بتوجه الانتقادات للقنوات الفئوية وبتقول عندهم وعندهم وعندهم ده مش رأينا ده رأيي الخبراء اللي حضرتك أشهدت بيهم وحتى الجملة اللي أنت قلتها أن كان في مخالفتان في آن واحد أو في نفس الوقت أعتقد سؤال الكابتن سامير عثمان للكابتن أحمد الشناوي وضح بشكل قانوني مش بوجهة نظر أن مخالفة لاعب الزمالك استمرت مع مهاجم سيراميكا وبالتالي قعدت الفكرة أن في مخالفتان في آن واحد لا تتطبق على هذه الحالة أعتقد كلام قانوني بحثة يا كابتن عصام من ناس حضرتك أشهدت بيهم من خبراء تحكيم ما ينفعش تقول عليهم أن هم لوطنيين ولا بيفهموا في التحكيم أعتقد الحالة واضحة جدا وفكرة الخبير التحكيمي زي ما قالت كابتن سامير عثمان خبير في إيه والله يا عثمان أنا فعلا كلمة قاسية جدا بتاعت شيء طبيعي لأن ده اللي وصل له كتير جدا من محللنا يعني يمكن كابتن سامير عثمان وصل لفكرة فتكرت استحضرني هنا مشهد عادي الإيمان في فيلم الأفوكاتو لما قال هنا بقى التفكير بشكل علمي في منظومة تحكمية غير علمية هو تفكير غير علمي بالمرة ده اللي وصل له كابتن سامير عثمان أن أنت حتنتظر نتائج علمية أو منطقية في تحكيم غير منطقي هو أصلا تفكير غير منطقي هنا الوضع فعلا يخوف لأن أعتقد محتاج كابتن عصام عبد الفتاح بدل ما يلوح بالاستقالة دايما لأن ده كمان نقطة مهمة جدا على فكرة كابتن عصام ما حدش عايز حدراك تستقيل والفكرة مش أن حدراك تستقيل ويجي خبير أجنبي على نفس دولاب العمل ده ويلاقي نفس المشاكل فنقول بص ده هطلع العيبة هو يا جماعة التحكيم زي الفل كل هدفنا في الفقرة دي اللي قلناه من بدايتها أن احنا عايزين نشوف تحكيم زي ما بنشوفه في أماكن تانية في مسابقات كتير جدا ولكن ركل الجزاء سراميكا كليوباترا كان فيه حد ما ينفعش نشوف أنه هو شيء طبيعي بالمرة وهو أستاذ معتز البطوي المدير الرياضي لسراميكا كليوباترا اللي كان بيأن على طريقة كابتن حلم طولان من الأخطاء التحكمية اللي ما كانتش شايفها في بداية الفقرة خالص أستاذ شادي عيسى نطلع ونشوف الفيديو فعلا نعمل كل حاجة في الكرة بس النهاردة هي كرة كده يعني توفيق لكن في حاجات لازم تستوقفنا يا جماعة يعني احنا النهاردة بنلعب مباراة مع نادي زمالك نادي كبير ونادي محترم جدا ولكن مش محتاج يعني هو مش محتاج مساعدة من حد يعني هو مش محتاج أي حد يساعد النهاردة بصراحة لا عادتنا أن نحنا بنتكلم على تحكيم ولا عادتنا أن نحنا بنتقى التحكيم شايف مناوشات ما بين ديكت سيراميكا وما بين التحكيم واضح أنه كان فيها اعتراضات كتير على قرارة التحكيم هي مش مناوشات والحقيقة هو في حاجات بتبقى واضحة للعين المجردة انت بتبقى شايفها في الملعب وحسسها ولمسها مش عايزة أفتح قصة دي ولا أتكلم فيها تاني لكن لازم خلاص تبطل فكرة أن نبصه على لون الفانيلا انت بتلعب مين أهلي بتلعب زمالك يبقى لازم بقى فيه مش عايزة أتكلم في القصة دي اللقبة ما صار استغراب لدرجة أنه بيلاقي حتى مبرر فني مش لاقي فهل المنافس مش محتاج حد يساعده يعني دي قصة تانية ولكن الفكرة فيما يخص التصرحات على غرار زي ما قلنا كابتن حلم طولان لازم يا جماعة نيجي كده ونبص لو حرسين على مصلحة التحكيم نجمع كل ده ونشوف على مدار آخر مسلمين هل الطبيعي ارتباط مباريات فريق ما بكل الأخطاء التحكمية دي لو حد شايفها طبيعي اطلعوا رد علينا بالحالات وقولوا لنا خلاص يا جماعة بطلوا تتكلموا في الموضوع ده ونوعتكم ساعتها لو اقتنعنا هنبطل نتكلم أما وإن استمرار الموضوع بنفس الأخطاء بنفس السلسلة دي صدقوني احنا بنقل الكواليتي الدوري المصري اللي فيه مجهود كبير جدا عشان يبقى في حتة تانية إلا منظومة التحكيم البعض مش عايز أبدا الدوري المصري يكون في حتة تانية هيطلع حد يقولك اه زي ما كابتن سامير عصمان شايف ان شيء طبيعي الكابتن محمد معروف والكابتن محمد حنف ما يشوفوش ركلة الجزاء دي يبقى شيء طبيعي ان احنا نشوف كمية الأخطاء دي طبعا أنا هنا كل تقديرنا واحترامنا للكابتن سامير عصمان للخبير التحكيم والكابتن أحمد شناه وكل خبراء التحكيم والأمانة الكابتن سامير عصمان والكابتن جمال غندور بيعني بيكتهدوا بشكل كبير جدا جدا في قراءهم التحكيمية وبيبزروا مجهود حتى وان اختلفنا في بعض الوقات مع قراءهم بس ده شيء صح جدا فبنحترم الجميع كل خبراء التحكيم اللي احنا بنجيبهم معنا في فقرتنا هنا اللي دايما دايما ما بنقولش رأينا احنا بنقول رأي خبراء التحكيم ومش عايزين نتكرر ان احنا دايما بنستبعد رأي الخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس اللي هو مننا كل تدير واحترام لانه بيعمل داخل قناة النادي الان لكن كابتن عصام عبدالفتاح قال انا بعتها لخبير تحكيم الكابتن سامير عصمان قال له خبير في ايه تعالوا نشوف الزميل هاني هتحوط على قناة صدر البلد وهو بيقول ايه عن الخبير التحكيمي للكابتن عصام عبدالفتاح بعت له ركل الجزاء سيراميكا كلوبا نشوف الفيديو في اطار كلام الكابتن عصام عبدالفتاح قال انه لجأ الى خبير تحكيمي من زملائه في الفيفا وهذا الخبير قال له انه مش ضرب الجزاء وانه قرار الحكم محمد معروف كان صحيحا في اليوم التالي في اليوم التالي ذكر اسم الحكم وانه قال هكتور فيعني حاولنا كده نعمل عملية استقصائية للوصول لمن هو هكتور الخبير التحكيمي في الفيفا فوصلنا لاجابة بانه اسمه هكتور فيرجارا وهو مساعد حكم كندي سابق هو موليد 66 من ضمن الحكام اللي يعني مسؤولين كلجنة لخبراء التحكيم في الفيفا ضمن المحاضرين يعني تواصلنا مع مستر هكتور برجارا بعد الوصول الى بياناته فرد على زملائي الاعزاء قبل الحلقة مباشرة بانه رفض التعليق وقلنا له احنا بنكلمك بخصوص لقطة مباراة سيراميكا كريوباترا مع نادي الزمالك اللي تقال ان هي بعتتلك وانت قلت فيها رأيك فقال لزملائي انا مش هعلق ولو سمحتم ما تتصلوش بي تاني لو سمحتم ما تتصلوش بي تاني وانا مش هعلق وده اجتهاد من فريق اعداد الزميل هاني هتحوط وبالتأكيد هو خلاص يعني على مسؤوليته وعلى عهدته قال ان ده اللي حصل مع الخبير التحكيمي ولكن للامانة يعني اراء خبراء التحكيم واضحة جدا ان ما ينفعش يا كابتن عصام ابدا تطلع تستقوى بفكرة خبير تحكيم اجنبي مش انت بتزعل يا كابتن عصام من اللي يقول عايز رئيس لجنة حكام اجنب انت رايح ليه بقى تقول انا بعثها لخبير تحكيم اجنبي هي دي وطنية كابتن عصام بمفهومك اعتقد الامر صعب جدا لكن احنا جبنا هنا الزميل هاني هتحوط منتظرين نجيب هنا برضو الزميل الكابتن احمد حسام ميدو مع الخبير التحكيمي جلجة اعتقد يا كابتن حسام ما ينفعش احنا قلنا مش عايزين نجيب حالات وحالات حالة النادي الاهلي بعت واتفاجأت علاوة ان رأي التحكيم ينصف النادي الاهلي فانتمنى تعرض دي كده وتقول لنا رأي الخبير التحكيمي ايه اللي يكون اجنبي بقى بجد خبير التحكيمي الذي تحاول الاتصال به غير متاح حاليا حاول الاحتواء في وقت اخر هي دي الفكرة الخاصة بالخبير اللي كلمه كابتن عصام عبد الفتاح ولكن بقى بما اننا حطينا قاعدة وتكلمنا في حالة امبي وتكلمنا في حالة سيروميكا كمان النادي الاهلي احنا بجد بقى ما بنحبش يكون علينا حاجة وما بنحب ازاي ما بنسيبش حقنا في المباريات كمان ما بنحبش حد يكون مدين وده تحكيميا واضح وصريح وكان منهجنا طول الموسم اللي فات لقطة اختلف عليها البعض في مباراة المقاولين فيما يخص تسلل هدف المقاولون وكان لنا حالات اخرى فيها تنصفنا وتؤكد ان النادي الاهلي لم يجامل مطلقا خلال الست جوالات وانه حصل على 18 نقطة مستحقة من 18 نقطة مستحقة نطلع ونشوف تحكيميا كيف كانت مباراة الاهلي والمقاولون انا مع التسلم انت مع التسلم قولي ليه ليه اديك اسبابي تفضل اللاعب بتاع المقاولين الاصفر اي ودي لاعب ايمن اشرف تمام خلاص تمام النهاردة رجبته فين على خط اللحمر رجبة مين رجبة ايمن اشرف خلينا بس امشي معا انا متسلمتش امشي معا يعني رجبته على الخط كده بزوط او مش بزوط حلم النهاردة ميكانيكيا لو النهاردة انا رجبتي كده وملت بجسمي جسمي هيتقدم عن رجلة ايه جزء صح مش كده تعال بقى مائل ولا لبعض الخط ومائل انا مع التسلم وقرار قرار تسلم والغاء الهدف انا شايفه قرار صحيح انا مش شايفها انها هدف سليم بس هنعمل بندنج هنعمل يعني ايقاف مؤقت ليه زي الكلمة اللي قدتها في بداية البرنامج ان فيه نمأ الى علمي ان فيه خطوط تانية مظهرتش عاوزين نشوف بقى الخطوط المظهرتش وهنقول هنا يا القرى دي هدف او الهدف بس انا بالشكل ده انا شايفها انه هدف سليم حتى نشوف الخطوط اللي تم وعد ليه انها كانت موجودة في غرفة الفار بس ما ظهرتش هنا كانت في دقيقة اتنين وعشرين مخرج المباراة معرفش ما عادهاش ليه مخرج المباراة مش عارف عادها ليه ما عادهاش ليه طبعا صعبة جدا على حكم المباراة انه يشوفها هنلاقي فيه شد من المدافع نادي المقولين بايد محمد شريف فيه شد حكم المباراة بعيدة عنه دي مش بتاعت حكم المباراة بس دي بتاعت حكم الفار حكم الفار كان لازم يجيب الكرة دي ويشوفها لحمد الغندور ويقوله تعالى شوفها لا يمكن اي حكم في المباراة يعرف يشوف اللعبة دي محمد شريف جريع علي اعترض فيه بس دي مسئولية كاملة لحكم الفار احنا زي ما طلعنا هنا المفروض في غرفة الفار يجيبها عشان فيه ضربة جزاء غير محتسبة للنادي الاهلي في ديئة اتنين وعشرين واتمنى من المخرجين بعد كده يعيدوا الالعاب دي وحكام الفار لازم يبقى فيه اكبر اكتر تركيز وما فيش حاجة يا جماعة شدة في الجسم او مسكة في الجسم حد يطلع يقولنا ضعيفة او مش ضعيفة بصوا لان احنا هنا حطينا منهج فاحنا جبنا اللي لينا واللي علينا في نفس اللقطة اللي قال فيها الخبير احمد الشناوي ان الكرة تسلل واضح كابتن سامير عثمان قال لا هي بالنسبة لي بندنج معلقة لحد ما شوف لان فيه كلام عن وضع النقاط وفيه صور اخرى وبميل ان هي لا الكرة هدف صحيح دول رأيين قدامكم مع بعض فيهم اختلاف انما اللي ما كانش فيه خلاف هو لا اختلاف ولا اراء خبرى محتاجين نرجع لهم ان محمد شريف في ديئة 22 كان لي ركل الجزائي ان ايضا ما استعرضنهاش ولكن طرد حمد فتحي كان غير مستحق لان كمان كان فيه مخالفة لصالح النادي الاهلي قبلها كل دي حالات تخص النادي الاهلي النادي الاهلي بشكل واضح لم يستفد تحكميا خلال الست جوالات ونتحدى اي خبير تحكيمي يقول ان النادي الاهلي استفاد خلال الست جوالات تحكميا ودي الردود اللي بتبين ان ما ينفعش استند لمغالطة النادي الاهلي في المركز الاول يبقى هو اللي استفاد تحكميا لان معانا اعتقد ده مش هيمفع المباراة الحديدة المباراة الاهلي والمقاولين لانها انتهت واحد صفر فكت طبيعي جدا لما يكون فيه خطأ تحكيمي مؤثر ممكن يؤثر على نتيجة المباراة فتم استدعاء الاخطاءة التحكمية واعتقد عشان الكابتن سمير عصمان كان تعقيبه ان الكرة دي تسلل ان النقاط اللي تم وضعها من تقنية الفار اللي تم عرضها على الشاشة كانت نقاط موضوعها بشكل غير صحيح كنت اتمنى من الكابتن سمير عصمان ان هو يعمل تقنية البيرو دي في القناة عنده ويعمل النقاط بشكل صحيح كان يكتشف من الوهلة الاولى ان الهدف صحيح لا جدالة فيه ولكن هو الخطأ اللي حصل من الصورة اللي تم عرضها على الشاشة هي اللي وصلت الكابتن سمير عصمان للوقوع في خطأ الحكم على قرى من وجهة نظر الخبراء التحكمين انها هدف مالغي بداية تسلل قرار صحيح من حكام المباراة والاهم ان الكابتن يا سمع فتاح كان له تصريح في اللقطة دي قال فيه ان هيتم معاقبة ومحاسبة اما مخرج المباراة او مساعدين اللي موجودين في غرفة الفيديو على اساس ان الصورة اللي تم اتخاذ القرار عليها لم تعرض على الشاشة مين مخرج المباراة اسألوا حضراتكم مين مخرج المباراة وبينتمي انتماء وتشجيعه لأي نادي لما بتحصل مباريات كبيرة بنيجا عند مخرج بينتمي للنادي الاهلي وبينقول كذا وكذا وكذا برغم ان هو لم يفعل اي شيء في اي مباراة بتتم راجعتها لكن كابتن يا سمع فتاح قال هيتم التحقيق في الامر ان الصورة اللي تم اتخاذ القرار الصحيح عليها لم تعرض على الشاشة وبالتالي مباراة الاهلي والمقاولين هدف المقاولين مالغي بداية تسلل قرار سليم رقل الجزاء لم تحتسب لمحمد شريف في ديئة 22 كانت ممكن تؤثر في نتيجة المباراة بس في زيادة عدد الأهداف او تفتح الفرصة للنادي الاهلي وبالتالي ثلاث نقاط للنادي الاهلي مستحقة مفيش فيهم اي خطأ تحكيمي بقراء خبراء التحكيم وبراء الكابتن عصامة عبد الفتاح نفسه لكن في مباراة اخرى كانت محسومة للنادي الاهلي بشكل كبير جدا والنادي الاهلي قدم مباراة فالناية كبيرة جدا وقدر يفوز بربعية ولكن احنا قلنا مستوى النادي الاهلي ونتيجة النادي الاهلي مش هي المعيار في التعامل مع الأخطاء التحكيمية كان فيه أخطاء تحكيمية اخرى في مباراة الاهلي واسموحة نسمع فيديو بخبراء التحكيم ونرجع نعاق لانا شايفه هنا بتبقى للتصوير ده ان فيه ايد لحارس مرمى مكان وضع الكاميرات يا كابتن سيف كان يخدمنا قوي في اللعبة دي هنا لمو على بره انا شايف فيه ايد هاني سليمان خبطة رجل العيب النادي الاهلي بس ما عنديش اليقين والصورة الواضحة اللي تخليني ااكد بس فيه حاجة دي لو مش راكلة جزاء لازم تبقى سيميليشن لازم تبقى سيميليشن لازم تبقى سيميليشن هقدر حرام احكم اقول دي عليها راكلة جزاء وعدم وجود راكلة جزاء مع عدم وجود روحة انما في الصورة دي فيها شك كبير راكلة جزاء محمود البنة صعب ان يشوف كرازة دي كنت اتمنى حاكم الفيديو يعني قرر حدراك ان الكوري يدرب الجزاء لمدلاش انا شايف راكلة جزاء لان فيه التلامس ياد لا يمكن حاكم المباراة يشوف دي لا يمكن لان احنا جايبين انا من الكاميرا لتاعة كنت اتمنى بتاع الفرح هنجيله بقى في لعبة تانية برضو فيها برضو جدل كبير يعني شايف كان لازم محمود سوي نادي محمود البنة يوري لدي بنة ليمكن نشوف كرازة دي حالة برضو اختبار داخل منطقة الجزاء لمحمود البنة محمود البنة نجح في الاختبار بنسبة مية في المية محمود البنة قريب احسن من عين في عار احسن من عين من اي حكم تاني فيديو هنا في احتكاك وفي لعبة باهمال من لعيب نادي سموحة الناس هيقولوا حتى لو لعب الكورة يلعب الكورة بس اما بتلعب الكورة برضو انت لازم تحافظ على سلامة اللاعب شكل بالشكل ده بالاسلوب الداخل عليه دي ركر الجزاء تدخل غير مبرر برضو من حكم الفيديو ندا وفارجه على الصورة انا اسوس لعب الكورة كنت اتمنى ان البنة يصمم على قراره عشان كارور الاولاني هو كان القرار السليم اعتقد واضحة جدا بتفوز باربع اهداف ممكن كانوا يبقوا ستة ولكن اخطاء التحكيم متخال اخطاء التحكيم جاية من مين من الكابتن محمود البنة اللي هو المفترض مصنف كحكم رقم واحد في حكام التحكيم المصري او الحكام المصريين ولكن يعني حتى تقنية الفار الكابتن محمود دي سوي اللي هو يعني مواقف شهيرة معنا من الموسم الماضي في لغاء اهداف بداعي التسلل وهي مش تسلل ولكن حتى المباراة اللي بنفوز فيها باداء تحكيمي جيد بتتحرم من انك تصل لنتيجة ستة واحد مثلا مع فريق سموحة او ان انت تزود حصيلة الهداف فتدي ثقة اكبر لعبيك وكمان تنافس على مسابقة هداف الدوري واشياء كتير جدا معنويا كنت تقدر تستفيد بها اتحرمت منها باخطاء تحكيمية في وجود تقنية الفار اللي بنتكلم فيه ده ست جوالات نادي الاهلي حقق 18 نقطة عند مبارتين تعرض لاخطاء تحكيمية المنافسين وعلى رأيي الفيديو اللي استعرضناه في الاول في الازاعة لما تكلم عن فكرة فوجدان خمس نقاط بسبب لاخطاء التحكيم اعتقد كانت اخطاء التحكيم لصالحه ما كانتش ضده بقراء ايضا خبراء التحكيم عندنا بعد الفاصل قضية شيقة جدا انتظرونا والاهلي خطة نجعنا لكم واخر فقراتنا في الاهلي خط احمر ومعانا توبك مختلف ومهم جدا موسيماني اينما حل واينما تحدث تشعر وكأن دايما بيكون فيه تربص بموسيماني تشعر وكأن دايما اي كلمة بيقولها موسيماني بتؤول وبتاخد اكبر من منحناها في حتة احنا بنخفالها دايما ان موسيماني يا جماعة راجل بيزهو بيه كل من هو منتمي لجنوب افريقيا وعشان كده كتير جدا الناس بتسأل هو ليه موسيماني ليه تصرحات في جنوب افريقيا وليه اهتمام اه فعلا الميديا في جنوب افريقيا مهتمة جدا جوزيه كان بيدرب الاهلي شيء عظيم بس جوزيه فيه مدربين برتغاليين كتير جوزيه مورينو كان بيدرب مدربين كتير جدا في اندية اخرى حتى لو مدرب الماني مدرب هولندي هتلاقي ايضا مدربين كبار بالنسبة لجنوب افريقيا وجود موسيماني في الاهلي وفي مصر هو حدث وجوده في اكبر نادي في افريقيا فهو حدث عشان كده مش قصة ان موسيماني بيميل للصحافة الجنوب افريقيا لأ هنعرف ان كمان موسيماني خلال الفقرة يمكن بيطارد من الصحافة الجنوب افريقيا لكن احنا بنتكلم النهاردة في تصراحات ولقاء صحفي قرج في الصحف الجنوب افريقيا موسيماني كان بعنوان ايام ما يقوم بس حتى ده اتحرف معناه اللي كان معناه ايجابي جدا ولاقينا فجأة الاعلام ازاي تناول الحوار الخاص بالموسيماني لما نبدأ ونروح ونشوف كابتن شادي محمد شاف تصراحات وحوار بيتسو موسيماني ازاي موسيماني عمل تصراحات النهاردة غريبت الشاكل اتكلم في الصحف الجنوب افريقيا وقال لك انا جايلي عروض يعني لو انا نادي لقالي شكرا حقدر اروح متوقيت وقل ليه مع ان انا فاكر لك في اول مؤتمر دخلت قلوب الاهلوية وانت الاهلي الجماهير التاريخ ده ناسعد واحد في العالم اللي انا موجود هنا وعارفين يا جماعة ما هو اللي بيفتح لك الباب هو دايما كده تبقى موجود في النادي الاهلي اسمك بيتعرف في الشرق الاوسط بالكامل بقى والخليج وعروض وفي كل مواقع مصر وما ادركه ما مواقع بقى وسوشيال ميديا يعني انت بتصحى منهم بتلاقي نفسك 300 400 خبر عشان مدير فن النادي الاهل وتصحى منهم بتلاقي 800 الف خبر عشانت في نادي الزمالك وده الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي على مسماني لحد يقوله انا مساند وداعم لكن لازم تخلي بالك من تصرحاتك ماينفعش لازم تفهم الامور كلها الدنيا بقت صغيرة قد كده فلازم تخلي بالك من تصرحاتك لازم تعلم قيمة النادي اللي انت فيه لان الكلام ده مش موجود في الاهلي طيب قبل اي حاجة وقبل اي رد لان كابتن شادي محمد من كباتن النادي الاهلي التاريخيين ممكن اي وسيلة جماعتنا لنلتقاء بيه علاقتنا بيه جيدة جدا فاحنا مش في مجال ان احنا نشكك في نوايا كابتن شادي محمد اطلاقا ولكن الفكرة اللي حتستعرضوه من خلال فقرة انت كمنتمي للاهلي وكاعلامي قبلها كنت محتاج تدي نفسك مساحة من الوقت عشان تشوف التصرحات كانت خرجة ايه وبمعنى ايه ونشوف ردود الافعال حتى بعدها على طريقة مناقشة التصرحات اكيد كان فيه عند اقطاع كبير من جمهور النادي الاعلي زعل ان احنا كمان فاهمين ازاي مسيمان بيصدر ليه ضغوط في الوقت ده اعتقد كابتن شادي محمد كان محتاج يعني يدي نفسه مساحة من الوقت ويشوف حقيقة التصرحات كانت رايحة لفين وشكلها اللي يصاغل المطلقي عامل ازاي خلينا بس اكد ان احنا مش بس فقط لغير لا نشكك في نوايا الكابتن شادي محمد احنا لا نشكك في نوايا اي حد على الاطلاق بيتم تناوله من خلال شاشة قناة النادي الاهل دايما القاعدة يا فكرة تناول بلا تطاول ودايما بنختلف مع الفكرة وما بنختلفش مع اللي بيقوله هذه الافكار فبالتالي يعني حتى كابتن شادي كابتن ميدو اي شخص كنا بنتناوله في الفقرات احنا عمرنا بنشكك حتى التحكيم مفيش مرة شككنا في نوايا حكم كل الامور بتبقى خضعة للإحترام والاختلاف على الافكار وحق النادي الاهلي وبالتالي هو اعتاب لكابتن شادي محمد انه هو كان من وجهة نظرنا يتأكد من فكرة التصريحات اللي تم ترجمتها بشكل خاطئ وده اللي هنزبته خلال الفقرة لكن الاعتاب مش بس لكابتن شادي محمد الحقيقة ايضا يعني كابتن محمد فاروق كنا تكلمنا قبل كده في بعض الاسئلة اللي بتتوجه للضيوف وحتى بعض التصريحات اللي بتصدر أمامه من الضيوف تجاه النادي الاهلي وفيها كتير جدا تعدي واضح على النادي الاهلي وبنلاقي كابتن محمد فاروق يعني ما عندوش حتى يتبنى وجهة نظر الغائب اللي هو النادي الاهلي زي ما انت دايما بتتبنى وجهة نظر الطرف اللي مش موجود سواء كان الطرف اللي مش موجود ده النادي الاهلي او نادي الزمالك او مدير فن هنا او مدير فن هنا فده ايضا عتاب اخر على الكابتن محمد فاروق نشوف الفيديو ونشوف تصراحات كابتن محمد فاروق على خطاب او اللقاء الصحفي البيتسو مسماني في جنوب افريقيا ونرجع نعاق بصراحة انا بشوف مسماني دايما حديث الصحفية في الصحف الجنوب افريقيا بتبقى مختلفة وفيها يعني جراءة شوية وفتحة صدر شوية عن كلامه مع الصحفين مصريين ودايما بيبقى فيه شد جامد ما بينه ما بين الصحفين مصريين عكس تماما الصحفين اللي في جنوب افريقيا واللي دايما بيعملوا معها لقاءات دايما بيكون فيه كلام يعني قاوية خلينا اقول ان صحيفة سيتي بريس الجنوب افريقيا اخدت التصريحات او عن لسان مسماني بعد التصريحات لي عن النادي الاهلي ووجوده داخل النادي الاهلي في الفترة المقبلة واكلم على ان هو تولى منصب المدير الفني للنادي الاهلي ونادي الاهلي اللي كان ساعته بيبحث عن بطولة خاصة بدوري الابطال وكانت طبعا البطولة التسعة وكانت بقى لها فترة طبعا ما جاتش ليه لكن في ظل تواجده فاز النادي الاهلي ده كلامه ويمكن كل المواقع اتكلمت عليه بهذا الشكل او اخذت التصريحات بتاعته من هذه الصحيفة الجنوب افريقية بالشكل ده وبالتالي اتكلمت او قال ان احنا اخدنا في ظل وجودي هذه البطولة مرتين وبالتالي طبعا حاجة تحسب ليه وطبعا في ظل تواجده كان مدير فني ايضا اتكلم على ان هو لو رحل عن الاهلي هو مش هيوعد في البيت عنده بعض العروض والعروض القوية من الخريج وبتكلم ايضا ان هو اسمه قوي بشكل قوي او شكل اسمه في الخليج قوي جدا وطبعا بتردد اسمه في الاندية الخليجية ان هو بيمتلك عدد عروض باموال كبيرة في الخليج كابتن محمد فاروق شايف ان اللي بيحصل مع كابتن او بيتسو مسماني بعد المؤتمرات الصحفية والاسئلة اللي بتتوجه له اللي عليها تحفظات وتحفظات كتير جدا جدا ومش بس كانت مع بيتسو مسماني مع مديرين فنيين اجانب سواء في النادي الايلي او نادي الزمالك كانت بتبقى الاسئلة خارج فكرة المباراة وبالتالي بيدعو ده بيستدعي ان المدير الفني يكون قاعد حاسس ان فيه تحفظ ضده من السؤال فبالتالي ممكن يتعصى بيتنرفز فشايفها ان هي فكرة تعامل لا يليك مش شايف ان السؤال هو اللي غير مهني وغير موضوعي وشايف ان كلامه مع الصحفيين المصريين فتحت سدر برغم ان تعامل بيتسو مسماني مع المؤتمرات الصحفية يعني سنة وازيد هتلاقي مؤتمرين او ثلاثة بالكتير لأسئلة حضراتكم عارفين وانت وستاذ كابتن محمد فاروق اكيد عارف انها غير موضوعية وغير مهنية لكن الغير موضوعية ايضا يا كابتن محمد والغير مهني انك تيجي تنقل تصريحات وتنسبها لبيتسو مسماني اعتمادا على ان كل المواقع نشرتها انا بشوف يعني ان ده مش شغل سليم انت تجيب تصريحات من المواقع بيتسو مسماني قال كده وتبدأ تاخد التصريحات اللي نشرتها المواقع وتنسبها لبيتسو مسماني ايا كان ايه التحريف اللي حاصل ونبدأ نعاقب بقى بيتسو مسماني وننتقد بيتسو مسماني على تصريحات لمجرد انها موجودة في المواقع او كل المواقع نقلتها بالمناسبة ازمة الكابتن سيدة عبدالحفيز في تليفون الحكم جهاد جريشة كان برضو كل المواقع نقلتها من الموقع هو الاساس كان الخبر غلط وبالتالي كل المواقع نقلت غلط لكن اللي بيتعب وبيحاول يوصل الحقيقة كان هيروح يسمع الفيديو بتاع كابتن سيدة عبدالحفيز هيعرف ان المواقع نقلت غلط فده كلام يا كابتن محمد فاروق يعني انا اسف يؤخذ عليك في تناول قضية بيتسو مسماني زي ما تم الاغذة عليه مع كابتن شاري في قضية بيتسو مسماني ايدنا فارس يعني اسمع الفكرة انا بوصل المتلقى يعني اعتقد يعني ممكن كنت محتاج تشتغل على الموضوع شوية احنا هنا مش يا جماعة احنا هنا مش في دور ان احنا بننصح حد او بننظر على حد اطلاقا بس احنا عندنا واقعة شفنا كابتن احمد حسان ميدو تتفق تختلف معاه وهنا بنختلف معاه في حاجات كتير وسنظل ولكن مثلا جاب التصرحات اراها باللغة الانجليزية وترجمها وطلع منها استخلص فرق جبير جدا يا جماعة من ان انا لما اجي اقرأ التصريح واقول ان انا جاي لي عروج من الخليج وانا مش حاعد استنى وفرق لما انا اقول ان انا النادي الاهلي ده بالنسبة لي قيمة كبيرة خلي اسمي يتعرف في الخليج وانا لأ حريص ان انا رغم ان الخليج ممكن تبقى فلسه ازياد بس سكون في نادي بيجيبه طلال فرق كمان في حتة زي ما قال كابتن محمد فاروق نقطة مهمة جدا دخدوا معايا دور ابطال افريقيا وكأن يعني الراجل بيعايرنا وده ما حصلش اطلاقا راجل ما كانش بيتكلم بالصيغة دي بس ليه بنقولكو ده عشان تخيل انا طرحت لك الموضوع بالشكل ده وحسستك ان في حالة انت تبقى مستنفر من الراجل فيها او فيها تقليل من النادي الاهلي واحنا كجمهور للنادي الاهلي وباي حد منت من النادي الاهلي عنده خط احمر ان حد يقلل من النادي الاهلي حيكون ايه النتيجة حيكون النتيجة اللي حتشوفوه من كابتن ابو الدهب وهو قاعد مع كابتن نتلع ونشوف طيب بعد التصريحات دي ممكن تتخيل المجلس دارة الاهلي ممكن يقرر حاجة معينة خاصة بموسلماني يعني التصريحات دي كانت في جنوب افريقيا يا فروزا في جنوب افريقيا صح يعني الراجل موسع قوي يعني معهم يعني واخد راحتهم مع الصحفين الجنوب افريقيا اعتقد النادي الاهلي انا فيش مدير فني بيطلب من النادي انه وجد ادعقده او النتيجة انت لو موجود في مجلس دارة الاهلي يعني بعد التصريحات دي لازم يمشي تخيلين ان الطرح اللي طرح بالصياغة اللي اتعرضت اعلاميا على ضيف وهو كابتن محمد ابو الدهب وصلته لقناعة ان الراجل لازم يمشي كابتن محمود ابو الدهب طبعا متخيلين انه وصل لفكرة ان الراجل لازم يمشي الراجل لازم يمشي موسيما يرحل دلوقتي فطرح الاعلام يا جماعة بيفرق وهو ده تناولنا في الموضوع ما هو ده يعني طبيعي جدا كان الكابتن محمود ابو الدهب يعني بعد ما سمع الانترو بتاع الكابتن محمد فاروق فوصل خلاص لقناعات ان لما انها تسئل السؤال ده ايه الاجابة اللي مستنيها مني الكابتن محمد فاروق وطبعا فكرة انا رئيس جمهورية نفسي هي فكرة كده لما بتاخدها يعني بمعزل لا ازاي هو الراجل شايف نفسه وا 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 والقصة دي فلازم يمشي فورا لكن الحقيقة يا جماعة الموضوع ما حصلش بالشكل ده اطلاقا واحنا مش مع فكرة ان المدير الفني يكون جاي مدير فني ضعيف الشخصية او خنع او شايف ان المكان اللي هو فيها لا يستحقق بالعكس جمهوري النادي الاهلي بتطالب ان المدير الفني المتواجد في النادي الاهلي يكون عنده من الشعور بالمسؤولية وعنده من الاحساس بذاته اللي يخليه جدير بانه يتولى منصب مدير الفني اللي النادي الاهلي اه شيء يشرفه لكن هو كمان لازم يكون على نفس المستوى ده فلما كنت اصرحاته رايح الفكرة ان انا على مستوى تدريب النادي الاهلي ده شيء يسعيدنا بالعكس ده شيء مهم جدا شيء مدير فني وصل في نفسه لانه لم يسيء اطلاقا للنادي الاهلي حتى وفكرة لو هو عنده عروض او تعرف في الخليج من خلال الاهلي ده شيء لازم يكون النادي الاهلي حريص عليه انا مش جايب مدير فني يا جماعة عشان يكون ضعيف الشخصية او حاس ان هو لابس بدلة مش على مقاسه لا انا يهمني المدير الفني اللي جاي يكون جدير بكرسي مدير فني فاعظم نادي في القرى واعظم نادي في الوطن العربي لكن ده الشغل الاعلامي وده الطرح الاعلامي اللي حتى حاولوا ان هما ينزعوا من الراجل احساسوا بنفسه كمدير فني شايف نفسه مصنف انه بيدرب النادي الاهلي ده شيء غريب جدا لكن اللي مش غريب وده اللي احنا بنقول عليه اللي بنشتغل بشكل كويس بنجيبه هنا نشد به الكابتن كريم حسن شحات هو عمل الموضوع بقى جابه من الاخر يعني لا راح ترجم زي ميدو ولا راح خدم المواقع زي باقي البرامج هو راح قال انا اجيب الصحفي اللي عمل اللقاء مع بيت سمسيماني واسأله عن التساؤلات اللي تم ترحاها اعلاميا نشوف الفيديو الفيديو ونرجع نعقل شفت تصريحات موسيماني معك في اللقاء وقال ان هو يعني عايز النادي الاهلي يحسم قراره بتجديد عقده خلال الفترة القادمة ان هو مش حيستنى لنهاية الموسم في بعض الاحيان من الممكن ان تفقد الرسائل او الكلمات بسبب الترجمة ولكن انا تحدث مع بيت سو لان بيت سو رجل وفي وهو بقي في نادي واحد في سوبر سبورت يونايتد لمدة ستة اعوام ونادي اخر ثمانية اعوام الاهلي هو بالنسبة الاهلي هو مدرب محترف وتتذكر انه درب الفريق الوطني لجنوب الفريقية كل الشيء تحدث فيه عن الاهلي يكون متحمسا وسعيدا وهو قال لي انه فخور وسعيد بان تم اعادة انتخاب الكابتن بيبو لانه هو من رشحه لقيادة النادي الاهلي ويثق فيه ثقة كبيرة وهذا لا يعني ان سعادته بفوز الكابتن بيبو لا تعني انه يطلب عقد جديد ولكن هو يقول ان الاهلي وضعه في وضع جيد امام دول الخليج والكل يعرفه في منطقة الخليج لانه انجز الكثير جدا مع النادي الاهلي في وقت قصير جدا وبالنسبة له فهو يقول انه يشعر بتميز كبير انه متميز جدا انه يدرب هذا النادي العريق ويرغب في ان يبقى في النادي الاهلي يعني ميستر فيتشو موسيماني يرغب في تجديد عقده مع النادي الاهلي رغم العروض والمالية التبيرة اللي جات له من دول الخليج والاندي الخليجية اثناء محادثتنا لم يذكر ابدا انه عرض عليه اي شيء او لم يتلقى اي عروض انت عملت عنوان مسير لتصريحات بيتسو موسيماني وقلت يعني على السن بيتسو موسيماني انا رئيس نفسي يعني ايه الجملة دي بيتسو موسيماني بيقول انا رئيس نفسي يعني عايزين تفسر على الله هو يعني انا رئيس نفسي هي اعادة صياغة لما قاله له الكابتن بيبو عندما اتى الى الاهلي قال لي ان الكابتن بيبو يقول للمديرين الفنيين ان المدير الفني انت الكبير انت الرئيس النادي لا يمكن ان يقول لك احد اي شيء لانك انت من تعلم وانت الرجل الكبير وانت الذي تدير شابو كابتن كريم حسن شحاتة على اداء المهني اللي انت عملته والمجهود اللي بزلته مع فريق اعدادك ان انت جبت الصحفي اللي عمل اللقاء مع بيتسو موسيماني اولا الصحفي قال ان انا شهرين بحاول ان انا اعمل لقاء مع بيتسو موسيماني اذا ده بيد انتباع ان الراجل مش متلاف على فكرة التصرحات في جنوب افريقيا ده رقم واحد رقم اتنين الراجل بينسب كل شيء للنادي الاهلي حتى معرفته في الخليج الفني للنادي الاهلي فكرة رحيله عن النادي الاهلي هو مش ترح على الاطلاق بالعكس الراجل حريص على انه يجد التعاقده مع النادي الاهلي كل الكلام اللي قاله الصحفي مع كريم حسن شحاتة بيؤكد حقيقة واحدة فقط لغير ان بيتسو موسيماني بيحترم النادي الاهلي احترام شديد والتناول الاعلامي كان في مصر تناول غير سليم بس انا صعبان عليها واسمه الراجل ده في حاجة جدا انه هو بياخد كلمة لما قاله انت راجل من الناس المصنف على مستوى العالم ودائما بيذكرها في اللقاءات صعبان عليها اكتر انه كان في يوم الايام في الاعلام المصر وممكن في نفس القناة تحديدا اللي كفيها كابتن محمد فاروق كان بتاقي انه مدرب معندوش شخصية وكنا بنتناول ده هنا مدرب بيكلم المساعدين ليه هو هو اللي دلوقتي بقى يتعم بفكرة ان انت راجل بتقول انا رئيس نفسي شيء صعب جدا اعتقد الناس وصل لها الصورة كابتن احمد شبير لما اشهد بسلوكيات كهربا قال ولكن عندنا مدير فني هو المسؤول الاول عن فكرة التشكيل والامور الفنية دي طبيعة اي مدير فني في النادي الاهلي بالفعل هو رئيس نفسه ورئيس الفرقة وده مصطلح هو خدق من الكابتن محمول خطيب بيوضح انه محدش بيتدخل في عمل وصلنا لاختام حلقتنا النهاردة بتاريخ 4 ديسمبر 2021 ولكن في 4 ديسمبر 2017 رحل عنا عم وزة كبير مشجع النادي الاهلي في المدرجات رحمة الله على عم وزة وربنا دايما يلهم اهله الصبر والسلوان نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق جميع ابنائه سلام